السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته نلتقيكم مجددا وشبكة مراسل قناة الأيام الفضائية ومراسلين المنتشرين على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة طرق الحسين فضلا عن منفذ زرباطية منفذ الشلامشة ونحن هنا في مجمع شهيد المحراب الثقافي وهذا المجمع الذي يعد بالمرتبة الثانية باستقبال الزائرين بعد العتبة العلوية المقدسة أكبر مكان يستوعب الزائرين في النجف الأشرف هو مرقد أمير مي عليه السلام في العتبة العلوية المقدسة محيط الصحن العلوي المقدس ولكن هنا في مجمع شهيد المحراب الثقافي أيضا باحات المجمع ومن خلفي صحن يعني قاعة الكبيرة لمسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فضلا عن الأماكن الأخرى التي والقاعات تم تهيئتها للزائرين هذا المرقد يستقبل يعني من خلال المساحة المهيئة قرابة 28 ألف متر مربع تم تهيئتها في هذا المرقد لاستقبال الزائرين وتم تخصيص مسافة يعني فرش مسافة ما لا يقل عن 18 ألف متر مربع لمبيت الزائرين فضلا عن تقديم يوميا أكثر من 30 ألف وجبة طعام للزائرين التي استقبلها هذا المكان وأيضا لا ننسى بأنه أكثر من مليون لتر من الماء للغسل والأمور الأخرى وأكثر من 100 ألف كاسة من مياه الشرب وهناك أكثر من يعني قربة 20 براد كبير برادات كبيرة للمياه فضلا عن الكاسات المبردة التي توزع للزائرين في هذا المكان وهذه المساحة التي جهزت لاستقبال الزائرين بمختلف جنسياتهم هوياتهم انتماءاتهم هذا المكان خصص لدخول الزائرين من الباب الشمالية وأيضا هناك مخارج ومنافذ لدخول وخروج الزائرين خصص الساحات خاصة مجهزة بالغسالات العوتوماتيكية لغسل ملابس الزائرين وأيضا أماكن خاصة لحمامات ومرافق صحية وكل ما يحتاجه الزائر من أماكن راحة أماكن استراحة أماكن تهيئ الزائر إلى معاودة المسير هذا المكان الذي هي كما أشاهدون الآن خلفي من لقطات حقيقة أقول غايف الروعة لاستقبال الزائرين مكانات مضللة من الشمس الحارة تارفون بأنه الآن في أوقات الظهيرة في جميع الأوقات هناك ارتفاع لدرجات الحرارة فلهذا هذا المكان على مساحة 22 ألف متر مربع يتم تهيئة هذه المساحات لاستقبال وإيواء الزائرين القادمين سواء من المنافذ الحدودية سواء من مطار النجف الأشرف الدولي أو من المناطق الجنوبية والوسطى في محافظاتنا العزيزة والشاهدون الآن كاميرا الطاهة تنتقل يمينا ويسارا تنقل لكم الأعداد الغفيرة للزائرين والأماكن الخاصة بإيواءهم والأماكن المخصصة لراحتهم والأماكن الخاصة معها هناك أيضا إرشادات للزائرين وتوصيات للزائرين توصيات المرجعية الدينية الرشيدة الخاصة بالزائرين مقولات علمائنا الأعلام حفظ الله الباقين ورحم الله الماضي منهم ولا ننسى بأن في هذا المكان مجمع شهيد المحراب هناك مرقد شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم قدس سره الشريف أيضا يأمه الزائرون وهذا مكان مقدس وبنجم به شهداء الجمعة الدامية بدأت الخدمة بحسب المشرفين على هذا المكان الثقافي اللطيف وهو مجمع شهيد المحراب الثقافي يعني قرابة سنة 2005 بأول سنة تم استقبال بها الزائرين سنة 2005 ومن بعدها تم تجهيز وتطوير هذا المكان حتى يستقبل الزائرين أكثر وأكثر أيضا استعدادات هذا العام من منتصف شهر محرم بدأت التجهيزات والاستعدادات في هذا المكان المقدس لاستقبال الزائرين هناك تهيئة الأماكن الخاصة تهيئة الفرش الخاصة تهيئة الفرش الخاصة المبردات المكيفات البرادات الغسالات كل ما يحتاج الزائر تم تهيئته من 15 شهر محرم أول وجبة من الزائرين تم استقبالها في هذا المكان هي يوم 3 صفر من هذا العام ومن بعدها تم استقبال وفوت الزائرين في هذا المكان المعظم المقدس والذي يحتوي على جثمان شهيد المحراب وعزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم وأيضا نجن شهيد المحراب رضوان الله عليه وأيضا هذا المكان يحد من القدسية والمكان أيضا لا ننسى بأنه مركزية المكان هذا المكان يتوسط مدينة النجف العشر حيث ساحة مجسرات ثورة العشرين يعني الزائرين من المناطق الجنوبية يكون هذا المكان هو الممر لديهم السالكين من مرقد أميرمي عليه السلام باتجاه كربلاء يكون هذا المكان هو المرتكز لديهم القادمين من مدينة الكوفة إلى النجف الأشرف يكون هذا المكان هو المرتكز لديهم فلهذا بأن هذا المكان هو يكون نقطة وصل للزائرين القادمين إلى النجف الأشرف والذاهبين نحو كربلاء المقدسة خاصية هذا المكان بأنه يكون مرتع ويكون مكان خاص ليس فقط لاستقبال الزائرين لراحة الزائرين لإرشاد الزائرين إرساء التعليمات وأيضا تقام هنا في هذا المكان صلاة الجماعة الكبيرة في هذا المكان الموجود فضلا أن أعطيكم إحصائيات عن ما استقبلت النجف الأشرف من زائرين هذا اليوم لغاية يوم أمس استقبل مطار النجف الأشرف أكثر من 65 طائرة تقل على متنها أكثر من 10 آلاف زائر من حموم المحافظات العربية والأجنبية وهذا يعني يكون بالإضافة إلى الأرقام التي ذكرناها قبل أيام وأصبح قرابة أكثر من 40 ألف زائر استقبلها مطار النجف الأشرف الدولي خلال هذه الأيام الماضية وقرابة 750 رحلة يعني فالآن الرحلات التواجزة في هذا المطار ومستمرة وإن شاء الله إحنا في الأيام القادمة يستقبل مطار النجف الأشرف تصاعدياً 75 مئة رحلة يومياً إلى أن تصل إلى قرابة 150 رحلة وهذه الأعداد والرحلات من الزائرين العرب من دول الخليج من الدول العربية من الدول الأجنبية نراركم بأنوار الهداية عليهم راية العبا سلايا النجف الأشرف هو الوبي نائها الجوي منفذ حدودي لإستقبال الزائرين فضلاً على المنافذ الحدودية المطورة من منفذ الزرباطية والشلامشة فضلاً عن المنفذ الجديد الآن وهذا ما يفرج القلب ويفرح عن طريق العبدلي من الكويت وصفان هناك أيضاً منفذ جديد لإستقبال الزائرين من الكويت وهذه المنافذ كلها ببركتي سيدي ومولاي أبي الضيم أبو عبدالله الحسين من السمرين ياكم وبتغطيتنا وأكرم نشكر الأخ فلاح القرعاوي لتغطيته وتغطية جميع المراسلين من المراسلين قناة الأيام لتغطية الحدث الأهم والحدث الأعظم على مستوى الكرة الأرضية وهو ذكر زيارة أربعينية سيدي ومولاي أبو عبدالله الحسين نحن متواصلين ياكم من محافظة الحلة وبالتحديد منطقة الإسكندرية بشارع يا حسين بالتحديد اليوم هذا الشارع تم مغلاقة بشكل كامل لعدم مرور العجلات إلا فقط لأصحاب المواكب على أمل أنه كلال اليوم والأيام المقبلة أن يشهد زخم كبير جدا لجميع الزائرين الموجودين شاهدنا العديد من الزائرين الموجودين اللي يحملون العديد من الجنسيات سوى الجانب ومع المستوى العربي وكذلك بقية البلدان الأخرى اللي موجودين هنا متواصلين إياكم بتغطية هذا الحدث الأهم الآن مع حجينا وخادمنا عظم الله أجرد عظم الله أجرد نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بأربع عنية الإمام الحسين عظم الله لكم الأجرد والثارد إن شاء الله حجينا بداية نخلي أعرف أنه اليوم بالتحديد هذا الشارع بدأ يدخل أنه الاستحام وعدد الزائرين بكثافة والله إحنا رحب الزوار رحب زوار أربع عنية الإمام الحسين وإحنا خدام للزائرين كل الزائرين يعني بكل أطيافهم بكل دولهم أينما كانوا يعني تنتظرون هاي الأيام بشغل؟ طبعا ننتظر هاي الأيام بلهفل ننتظر هاي الأيام بمحبة بشوق لزيارة الحسين عليه السلام كحضيرات شنو كانت اليوم سويت وباقي الأيام إحنا من البارحة إن شاء الله باشرنا يعني تقريبا صارنا سبوع جاي نحضر شغلاتنا وترتيب واي فباشرنا البارحة يعني ريوقات وشاي ومي وقهوة يعني واليوم طبخ اليوم الحمد لله قدمنا وجبة غداء اليوم وهس جاي يعني كل المواكب إن شاء الله يعني بترحيب ترحيب يعني ترحيب كم سنة صار الكموان إحنا صارنا تقريبا من ثمان سنوات يعني ثمان سنة أي ثمان سنوات بهذا البكان لشنا بغير بكان وتحولنا الي جاي أنا أقول إنه سبحان الله هي تبدي يعني شون من شي بسيط بعدين ببركات الإمام الحسين الفضل لله ببركات الإمام الحسين عليه السلام يعني إحنا بدينا من الله شي يعني والفضل لله ورسوله موكب وخدم وكل شي توفر بالموكب هذا إن شاء الله أي الحمد لله وإشتراك للجميع إن شاء الله يعفظكم الله يعني أنا بجاستي وجية يعني لا مجاز يعني أنا بالحجر الشابة ده والفضل لله يعني الله وفقنا للخدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام يعني يا إلى يوم ما تتعول صراحة ما تتعول ما تتخصى للقدام إنه للقدام الآن الزارين نحن نرحب بيها لكن كل يوم اللي يمر نحتبره هذا يعني فقدناه شما نقدم به شما نقدم للزوار يعني نحتبره هذا اليوم انتهى فقدناه يعني من يجيباتشر يعني إحنا بلهفة بلهفة لكن بالأخير يعني التعب والمشقة بيوم نهاية الزوار بيوم نهاية الشارع اللي يفرغ يعني مو نستاهش وإنما يعني بكاء وحزن حزن يحتبر آخر يوم يحتبر حزن يعني آخر يوم والحمد لله هاي اليوم إنه على مدار تسعة تيامة والثمانة تيام فيها الشارع والله نتمنى مو تسعة تيام نتمنى عشر تيام وخمسطأش يوم نتمنى الشهر كله ونتمنى من العشر للأربعين بخدمة الإمام الحسين مستعدين مستعدين بكل ما عندنا بكل ما نملك بكل ما بأولادنا بماننا بكل شي فده الإمام الحسين يحفظكم يستر جميع إن شاء الله ويحفظ قواتنا الأمنية ويحفظ خدمة الإمام الحسين أبيب الغالي يحفظكم الله يشترك مواك الله ملاحظ شوانك الله يسلمك الله يحفظك جيتي من بغداد ما قد طلعت طلعت أمس ليل لا ساعة أربعة جيت ماشي جيت ماشي لي مواكب كل هاي نعمة خير من الله ما تتوصف بالعالم كله ما تتوصف والشوار بدأوا يطلعون بغداد بعتهم لحد الآن ممكن بعتهم لحد الآن ما طالعين اليوم قسم طلع من عجب وننقى محمد وفاطمة الزهراء والتسعة المحصومين من ذرية الحسين يحفظون العراق من الهاويات بجاه كل من عد جاه عد محمد أي وقت ومشكور حبيبي الغالي سنة عن سنة تنتظر نعمة خير من الله سنة عن انتظر ننتظر 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 نار جهنم ننتظر على زيارة الأربعين نحسب لها بالدقائق بالساعات شو وقت ان شاء الله يعني متأمل ونتظر انه يتوصل ان شاء الله الساعة بهدعاش هي الليلة بالليل عازم ان شاء الله ان شاء الله عبد من سابع المستحيلة سنة عن سنة سنة عن سنة عماننا وهي الأجيال بدأت تتربع على زيارة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعون الله الله ان شاء الله يحفظك حبيبي الغالي ويحفظ الجميع الله يستر عليك الله يكثر من المثالك حبيبي الغالي ومشكور لا تنسى لنا بالدعاء حاجانا قولت تعرف شنو انه هاي ايام الخدمة والمواكب انه صح الناس يوم عن يوم تنتظر ويوم عن يوم تجمع واني يعني حتى موكبنا وموكب أصدقاني يعني بدأنا بشي بسيط لكن بركات الحسين كبرى ما شاء الله حتى الناس الجاية من غير بلدان بدأت تعرفني انا متأكد انه اليوم اكو ايرانيين اكو اجانب اكو كذا متعلمين عليكم ونا ويجون سلمون عليكم والدليل البارحة زوار ايرانيين تقريبا عشرة وخمسطعش واحد قدمونا هدية من السيدة محسومة عليه السلام يعني للخدمة ولمدية له احنا بالنسبة انه الخدمة الامام الحسين اه عفنا عفنا بيوتنا وعفنا ما نملك وعفنا بعوائننا باطفاننا بنساءنا مو يعني عزلنا بيوتنا واجينا خدمة للامام الحسين عليه السلام وخدمة لزوار الامام الحسين عليه السلام فهي هاي الخدمة بالنسبة لها اولا توفيق من الله سبحانه وتعالى وبركات الامام الحسين حتى القليل يعني يشير يعني خير من الله حتى القليل يعني حتى القليل ندعي من الله وبركات لإمام الحسين أن يدوم هاي النعم علينا يدوم هذا الإيمان يدوم هذا أي والله يعني والحمد لله حبيب الغالي سلمك الله نشكورين أنتم هنا أخبركم لفات هجبو لكم هذا ابن حيدر حيدر شونه على خط الوالد الله يحضرك الله يسلم إن شاء الله إن شاء الله الله يحبك عظم الله أجورنا واجوركم المصابب عبد الله ونشكر القوات الأمنية وأصحاب المواكب على التعاون وإن شاء الله الخدمة مستمرة حد ما تتهي الروح حيدر هي حارة والجو ما شاء الله يعني الزوار جاي تطلع باليد وهي التحديات والخدام عادي والله إن شاء الله عادي يوم بردات الموجودة تبريد وإن شاء الله نخدم الزوار بكل ما نملك 6 اليوم يعني وشغلكم على شغلنا تمام صار نحن يوم 9 يام موجود نحن أول موقع طب الإسكندرية نصب مستمر من الخمسة الصبوع نحن نبقى حد العشرة بالليل تنظيف موجود كل ما نقسمين أبو الطبخ واحد أبو تنظيف واحد أبو الهنارة واحد ها كلنا واحدة الله يحفظي كدر عليك الله يسلامك الله الله يسلامك الله الحمد لله من الحسيني طلعت الصبح وجيت من الحسيني نامش اي من الحسيني وزيت ويامل واحد هاي كل سنة تجي اي كل سنة اجي والله عمره هاي كل سنة زيارة انا اجي اجي زيارة ابو عبد الله شعور ابو عبد الله تروح توصل هذا العناة والطريق والمشقة وتوصل لسيدي ومولايب وعبد الله هاي اللحظة من التوصل هناك مرتاح والحمد لله وكل يروح تعب ما يظل عديدون لا تعب ما يظل مرتاح نفسية مرتاح تعبان لو بعدها لا الحمد لله ما تعبان ما تعبان عازم عازم اليوم تدخل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ندعي لكم ان شاء الله الله يتقبل الله يتقبل نعم مشاهد الكرام بالتالي مثل ما جايش شاهدون اليوم كل الاعمار الشباب وايضا يعني حتى الشيب المبارك اللي يجاي نشوفه هنا عظم الله رجوعكم تعبان ها ان شاء الله موقع اي والله اي والله والله الظهر من شوي يعني مو هاي من يا محافظة من بغداد من بغداد ان شاء الله مشيت من الدورة لو من ال لا والله قريب لين تشذب عليك بس رعانك بس لك امسوا واحد ان شاء الله امسوا يا من انا رفوش سيد العقيل سيدنا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم الاجر ان شاء الله أنا من بغداد واضح ان شاء الله بس عظم الله ان شاء الله واجركم اغاتي الله يتقبل ان شاء الله عظم الله لكم الاجر نعزل الامة الاسلامية اجمع ولا صاحب الامر والزمان عجل الله فرجه وصل الله مخرجه على هذا المصاب الجلل من واسل زينا بمسيرنا نحو كربلا فهذا اقل ما نقدر نسوي يعني وهي المسير الى كربلا في يوم الاربعين كم سنة صار لكم مواضين ومواكبين الزيارة انا واخير صار لنا هواية كل سنة يعني كانت تفجيرات الله شاهد يعني حتى اللطيفية كان ما بي مواكب بديت من المواكب كانوا شتة شتة قوي مطار تفجيرات احنا ما نطلنا نمشي هم قلقت لحدنا حدنا سوية سوية بس يكون اختلاف صار يعني هكو تطور بالشارع بالبناء الساعتية بالمواكب خدمة والمواكب وما يقصرون ان شاء الله وجزائهم الله خير الجزاء موافقين ان شاء الله الجميع ان شاء الله رحم الله طريق السلام رحم الله احنا شوية العمر مش هبينة بعدك شباب لا بجلنا نطلع من البيت يعني من بيوتنا من القريب البغدار نجي ماشي بس شوية عبرنا الخمسين بجلنا مثل ما يقولوا الجوهم بعدك شباب الله احب طريق ما بيتعب لا موية شنو النهارة شوية احنا نكمسها كف فاحنا دائما نطلع الفجر وراء الصلاة هذي له حق حر ما نقدر ناس المشوية بالتحديد يعني خصوصا انتم مشوية صاركم هواي اي يديتش الفترة انه كانت شته وبرد تطلع العالم منصفه ويحلي دي مش هسب هذي الحر لا لازم يصير يعني ما تقدر تفقد هواي سوال والشمس قوي كلش ما نمش لا سحنا بسلامة بجرة واحدة النوصل ان شاء الله ماذا يعني الصباحة اتماعيش من العشرة تقريب لا 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 نمشينا باستمار ناصر ان شاء الله صلي الفجر بكربة نسير بن الله ان شاء الله جرة واحدة صعبة كل شاء الله ويقول بعدنا شباب لا 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 قل كبارت بعدك شباب لا نختصر شنوة مثلا بنا ما يوم ونص يوم وشوية احنا تقريبا اقل اليوم لا نص اي ان شاء الله حبيبي نعم مشاهد الكرام والان بالتالي مثل ما شفته يعني العديد من الزائرين انه مواكبين الزيارة سنة عن سنة بعض الزوار متعودين لربما من ايام الطائفية وقبل داس الوقت يعني من ما بعد 2003 ولغاية الان مواكبين على الزيارة سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين فبالتال احنا متواصلين وياكم لتغطيتنا والان مع الزميل ظفر علي ويبلكم زملائي في الستوديو وعظم الله أجونا وأجوكم بذكرى 400 أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وفيكم الآن من داخل منفذ زرباطي الحدودي وهو واحد من أهم المنافذ الحدودية في البلاد حيث أكثر من 60% من الزائرين الإيرانيين هذه اللحظة تم دخول قرابة 700 ألف زائر إيراني خلال يعني عشر أيام الماضية خلال 24 ساعة الماضية تم دخول 200 ألف زائر بعد دخول أكثر من 3 ملايين زائر إيراني خلال هذه الزيارة العملية دخول الزائرين تسير بإنسيابية عالية لم يحصل أي خرق أمني داخل المنفذ الحدودي بالنسبة للوضع اللوجستي في المنفذ مستنفر يعني من تعبيد الطرق والإنارة وأيضا هذه المثقفات من أجل تسهيل عملية وراحة الزائرين أثناء دخولهم إلى منفذ زرباطي الحدودي بالنسبة عملية نقل الزائرين عملية نقل الزائرين أيضا تسير بإنسيابية عالية تصحاب هذه الباصات وأيضا السيارات الصغيرة من السيارات التكسي تعمل على المدى 24 ساعة لنقل هذه الأعداد الكبيرة من الزائرين بالنسبة لطريق الزائرين إلى حد هذه اللحظة البعض من الزائرين يذهبون باتجاه محافظة بغداد من أجل زيارة الإمامين الكاظمين بعض الزائرين يذهبون إلى محافظة النجف ومن ثم إلى كربلا المقدسة بالنسبة لجهد الأمني في المنفذ هيئة المنفذ الحدودية ضعفت العدد يعني خلال هذا العام من الحاسبات وأيضا من العناصر الأمنية والعناصر المدنية من أجل تسريع عملية ختم الجوازات عملية دخول الزائرين تجري من خلال ختم الجواز ما بين البادين وكما يعلم الجميع أن الفيزا مرفوعة بين البادين فقط عملية ختم الجواز طبعا دخول الزائر من البوابة الإيرانية إلى البوابة العلاقية لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة في العوام الماضية كان الدخول يعرقل ربما إلى ساعة وأكثر بسبب رداءة الطرف داخل المنفذ وقلة العناصر بالنسبة للمواكب الحسينية أيضا منتشرة داخل منفذ الزرباطي الحدودي هناك مواكب تابع العتبة الحسينية العباسية وأيضا مواكب تابع العتبة يعني العتبة العباسية عفوا والآخر العتبة الحسينية أيضا هناك مواكب من غير محافظات جاءت إلى محافظة وسط تقدم الخدمات لأزارين على مدى 24 ساعة بالنسبة لمواكب العتبة الحسينية المقدسة يقوم بتقديم 30 ألف وجبة طعام وأيضا بالنسبة لمواكب العتبة العباسية يقدم 12 ألف وجبة طعام أيضا على مدى 24 ساعة إضافة إلى المواكب الحسينية الأخرى يعني هنا المناطق قريبة من المنفذ هي تضاء بدرة وأيضاً ناحية زرباطة ومركز مدينة الكوت هذه المناطق تعتبر قريبة من المنفذ قامت بنشر مواكبها على طول طريق الزائرين أيضاً تقدم الطعام على مدى 24 ساعة للزائرين فيما يخص الجانب الأمني هناك ثلاث أفواج طوارئ اشتركت في عملية تأمين طريق الزائرين في المحافظة هناك طرق رئيسية وطرق فرعية وطرق ريسمية أيضاً هيئة الحشد الشعبي موجودة وبقوة وانتشرة مفارزها على طول طريق الزائرين تؤمن المواكب الحسينية وأيضاً تؤمن طريق الزائرين فضلاً عن أنها تسهل وأيضاً تسهم في عملية تنظيم سير الباصات لتلافي حدوث الحوادث المرورية بالنسبة لدائرة مرور واسط يعني يوم أمس أصدرت بيان به تعليمات لسائقي الباصات الباص الذي يحمل أكثر من 20 راكب تكون سرعته 80 كيلومتر بالنسبة للسيارات التي تحمل أعداد أكثر قل من هذا يعني السيارات الصغيرة ذات 7 راكب وأيضاً 14 راكب والسيارات التكسي لا يتجاوز سرعتها 100 كيلومتر أيضاً لتلافي الحوادث كما يعلم الجميع أن الزيارة في تزايد يوم بعد الآخر هناك زخم على الطرق وأيضاً على المداخل الرئيسية للمدينة وهذا يسبب زحام مروري وبعض السائقين يسلكون طرق غير رئيسية ما يسبب يعني حوادث مرورية للأسف يعني بالنسبة للموقف في المحافظة يعني عملية دخول الزائرين بتزايد يعني عن الأيام الماضية في كل يوم يعني يوم أمس كان عدد الداخلين 170 ألف زائر خلال 24 ساعة اليوم عدد الداخلين ما يقارب 200 ألف زائر وسيتضاعف خلال الأيام القادمة المنفذ بإمكانه أن يمرر خلال 24 ساعة أكثر من 300 ألف زائر وهذا طبعاً يحسب للمنفذ ولإداءة هيئة المنفذ الحدودية بالنسبة لبعض أهالي مدينة الكوت يأتون هنا إلى المنفذ الحدودية بعد الساعة 12 ليلة أيضاً يقومون بتقديم الطعام والشراب للزائرين لأنه هناك أعداد كبيرة من الزائرين أيضاً يعني على الجانب اللوجستي داخل المنفذ هناك نقلة نوعية عن الأعوام الماضية هناك أكثر من أربع إلى خمس دورات مياه تم إنشائها هذا العام لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة أيضاً يعني عملية تفوج الزائرين تجري على قدم وساف وهيئة المنفذ الحدودية مستنفرة كافة طاقاتها من أجل إنجاح هذه الزيارة أعزائي مشاهدي قناة الأيام أترككم هذه اللقطات المباشرة من داخل منفذ زرباطية الحدودي أهلاً عليكم أهلاً المشاهدين لينما تكونون في مختلف المحافظات العراقية المدن العراقية القرى العراقية ما زالت قناة الأيام الفضائية تسلط الضوء بصورة كثيفة على الزيارة الأربعينية المباركة مثل ما أمس بلغت حضراتكم إحنا اليوم كادرنا موجود في طريق لبيك يا حسين هذا الطريق الرابط بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة الحقيقة الأعداد زادت عن اليوم الماضي الأعداد بدأت حقيقة تتوافد الكثير من الزائرين المختلف في المحافظات الجنوبية خاصة إذا تكلمنا اليوم عن المحافظة المثنى تقريبا انتهت الزيارة ومواكبها الآن انتقلوا إلى هذه المحافظات وأيضا محافظة الديوانية محافظة البصر محافظات الجنوبية من هذا الطريق وأيضا هناك وفود أجنبية إذا كنا نتكلم اليوم بتركيز أكبر أيضا من جمهورية الإسلامية في إيران وأيضا دول أخرى البحرين لكويت السعودية ودول أخرى الآن تقريبا بدأ العدد يتزايد ومنتظرين ممكن غدنا وبعد غد يكون هو الكتاف الكبرى بالعدد خاصة في هذا الطريق السلام عليكم إليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله العزيز شكرا الله يا رب تكونوا بخير وعظم الله لكم عظم الله لأجر لنا ولكم جميعا ولأ أمك محمد أجمعين نتعرف لشفكم من وين مالك سداح ملحان السلامي من محافظة الديوانية خضائشنا في حشيرة بني سلامة نعم الله يسلمك موكب الإمام علي علي بن أبي طالب عليه السلام جئنا لخدمة زوار وإنا أربح تيام تقريبا ونحمد الله ونشكر على هذا النعمة الذي أنعم الله بها علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يعني هذا موكبكم الخاص موكبنا الخاص نعم أنتم من أهالي الديوانية يعني أجب موكبكم بهذا الطريق ليش مثلا موكبكم بهذا الطريق أو في داقة كربلاء المخدر إحنا قضائشنا في تابع الأرياب في المحافظة الديوانية نعم وأكو ناس متبرعين تبرعونا بهذه القطعة وجينا إحنا سابقا بال2005 جنا موكبنا 2007 العفو خمسة بكربلاء نعم جنا يعني ناجر بيوت هناك ونفتن بيها فبعدين أكو متبرعين من فتحوا هذا الطريق تبرعونا بهذه القطعة وجزاهم الله خير الجزاء يعني الأفضل لكم أن نكونون بهذا الطريق نعم طريقة بالإحرار وطريق خدمة بي جميلة وما تنوصل أريد أعرف شنو الخدمات التي تقدموها في موكب والله نحمد الله ونشكرا كل اللي نقدر عليه نقدم إن شاء الله يعني حاليا اليوم مثل البارحة كل اللي نقدر عليه منه توفر من ماء وشاي وطعام ومبيت وكل الوسائل اللي نقدر عليه وسائل الراحة متوفرة إن شاء الله اليوم أصحاب المواكب في هذه المنطقة أو بالمناطق الأخرى وحيدكم أعضي أجواء الحارة أجواء الصيف شوية شحة بالثريج الماء متوفر الحمد لله توزيع مجانة المياه تنقل السيارات لا 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 التوزيع المياه المو الصالحة للشرب هاي مياه الحمامات هاي مجانة نعم والمياه الصالحة للشرب هم يعني شبه المجاني بس ما المات عد ولا تعصى كلها متبرع على الناس كلها أهالي المحطات الأهالي متبرعين بها بشي رمزي الاعداد الان تشوفها اليوم هي هاي الاعداد الذرولة وبعد هتزيد بالأيام اليومين المقبلة الان هسا الاعداد لحد الان الوفودة خارج العراق هاي يعني العراق من باتر ان شاء الله يبين من شاء الله من باتر الان اكتر شي الوافدين بس السنة الوافدين والسنة الاعداد كلش هائلة واعداد الزوار مستعدين لهاي الاعداد ان شاء الله مستعدين بله والحسين نسترك الله ممنوني اليوم نجي نشرب شاي يمك أهلاً وسهلاً لي في التضر والتضر عمرك الله يخليك طبعاً أنا حبيد المشاهدين أيضاً يعني نلتقي بأحد الأشخاص الزائرين شونك؟ أهلاً إن شاء الله مرحباً 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 صعتك الشونك؟ الشكر أمورك شكراً من وين هتجي؟ مهل الكوفر من الكوفر نعم تقدموني هنا لو زائرين؟ لا زائر إن شاء الله بس عندك قصيدة يلا 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 نقوله ولمرة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نعم من قال لا من قال لا ولا تعدم حالة في عهد أعتى الظالمين في حالة من قال لا ولا تعدم حالة في عهد أعتى الظالمين في حالة لا أن بهالتوحيد بات مخلداً وبها أمية نالت الإذلالة قد قالها من لم يمت في قتلهم فهو الحسين يواكب الأجيالة من حج بيت الله ضعف نصابهم طافوا الظريح وحققوا الآمال سيراً أتوا والأرض تشهد سحيهم كي يسألوا كل الأنام سؤالا من جده طلب الإله لقاءه؟ بل من أبوه جندل الأبطالة من أمه الزهراء بضعة أحمد أم من أخوه لدى الكرام مثالا من أخته هزت حروش أمية في الشام أرعب صوتها الأنذالة هذا الحسين وتلك بعض صفاته سكن القلوب وعيقظ الأجيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت من الكوفة وهاي القصيدة عظيمة جدا من كاتبها؟ أنت كاتبه ما شاء الله يعني تكتب قصائد حسينية دائمة يعني وأكرو وديد يقروها؟ لا هذين ما يقرب ما تصير؟ ما نشورة بمعجم شعراء الشيعة الله أكبر أحدك بعض شي قصيدة ثانية ولو بعيد عن الموضوع وهي كلها لها البيض قباب قباب شعاع الشمس من نور هنجلة قباب شعاع الشمس من نور هنجلة بها يستدل المرء إن ظل في الفلة رفات بها للعسكريين خلدت وغيبة نجل المصطفى منقذ الملأ وأفئدة ذابت بحب لقاءهم كضمآن في البيداء آنس منهل وركبان من كل الفجاج سعت لهم لنيل مراد دونهم لن يؤمل فجدهم الهادي البشير محمد وفي ملكوت الله محمود في العلا وخير وصي للرسول ابن عمه علي بأمر الله كان المفضل لذا اختاره المختار بعلا لبنته وحقا أمير المؤمنين وموئلا ولولا هموا لم يخلق الله جنة ونارا بها تشوى وجوه وتسطلى ويوم يقوم الناس من تربهم ترى حسينا شراعا والسفينة كربل الله يحفظك الله يحفظك طبعا أحبت المشاهدين بما أنه نتكلم على أخبار اليوم المواكب الحسينية أنه أعلنت العتبة العباسية المباركة عن تسجيل أكثر من 12703 موكب كانت تسجيلها يوم 10-0 هذه التي تخدم داخل محافظة كربلاء المقدسة فقط فهنيئا لكل خدام آل البيت وخدام الإمام الحسين على هذا العمل كبير جدا وهنيئا أيضا للعتبات الحسينية والعتبة العباسية والعلوية أيضا الجهات الحكومية الجهات الساندة أصحاب المواكب على أنجاح هذه الزيارة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شوانا كشارة يا رب الحمد لله من وين؟ جاي من إيران مدينة الأهواز من الأهواز وين بالأهواز بالتحقيق؟ ميناء معشور ميناء؟ معشور معشور نعم نعم شون جيتوا أيضا سيارات؟ بس من النجا بحد هنا أنا مش من طبيع من الشلام من الشلام شون أجواء الزيار؟ والله حلوة جيدة الله يساعدكم وميطيكم الأجوة وأجوكم على أبا عبداللس نعم جيد الخدمات التي قدمت للزارين من أكل من مسكن جيدة؟ كل جيدة كل جيدة هاي أول سنة تجي؟ لا والله كل سنة جيدة أول كل سنة جيدة يا هي؟ كل سنة لا كل سنة جيدة كل سنة جيدة ما شاء الله هو سبع السماء للوطين الله الله طح حلسانك وضيب الله أنتبازك مجكور الله يخليك طبعا أحبت المشاهدين يعني الآن أنتم تشاهدون هاي بعض السيارات اللي تنقل الثلج إلى أصحاب المواكب مثل ما قلنا أنه تقريبا أكثر من 12703 موكب سجلت داخل كربلاء المقدسة عدد يعتبر كبير جدا مقارنة بالسنوات السابقة وهذا حقيقة نجاح كبير جدا وأيضا جهد مضاعف اليوم على القائمين على هذه الزيارة الأربعينية ولكن كل الثقة وكل المحبة من قبل اليوم الإعلام العراقي من قبل الزائري من قبل الجميع أنه إن شاء الله مثل نجاح كل سنة يتحقق نجاح أكبر وأكبر أيضا وفرت العتبة العباسية المباركة معمل خاص لصناعة الثلج البلوري ممكن مساهمة ومساندة لكل المواكب اللي عندهم معضلة بعض الشيء بموضوع توفير قوالب الثلج اللي حقيقة للأسف في بعض المناطق وصلت إلى أسعار كبيرة جدا ولكن مراعاة ممكن وجود هذه الكتافة من التصنيع والتوزيع المجاني ممكن تخفق من هذا السعر الكبير جدا طبعا أكيد يعني عندنا كثير من الزائرين اللي خاصة اليوم نقدر نقول عليهم الوافدين من إيران السلام عليكم عليكم السلام أتعرف فيك تعال يمي أتعرف لشيك علي من وين من البصرة من البصرة وين بالبصرة منطقة الغبلة جيتوا بسيارات لو مشي لا والله سنة نجينا بسيارة عجب ليش بعد شوية ضروب إن شاء الله كل سنة نجي منك من البصرة كل سنة من البحر نعم جمعت من القبلة كم يوم اللي يقضي مشي من البصرة إلى كربلة كربلة يعني مباشرة إيش قيت تقريب دعش دعش هاي يازم يرتاح بها كي ده ومستمر من البصرة زيان أريدك اليوم أنا أول مرة يمكن تجون بسيارات مو مشي أنتم متعاودين على المشي رأيك اليوم بالخدمات اللي تتسوفر من الحتبات من المواكد خير من الله نعم ماكو نقوصات ما حسنين بس ماكو ويام الجاي أنا وي صحبي وي صدير الله يحفظهم واحد يقول هوسات مهاوي حامل بلد والله ها حامل بلد التحافظ شيك والله والله ما حافظ بالإمام الحسين والله هذا البلد هذا يلا يلا تقدر الله يخليكم الله يحفظكم عاد يلا فريد الضايقكم وصلوا لكربلة ودعوني ربي يخليكم ويحفظكم إن شاء الله طبعا أنا حبت المشاهدين مثل نرجع اللي نقول إلى حقيقة الجهد الكبير اللي قاعد حقيقة يصنع اليوم هنا أنا اليوم أيضا نتكلم على الجهات الحكومية اليوم جهات حكومية أيضا ما إذا اختصاص بموضوعات الزيارة ولكن حقيقة قاعد نشوف عمل جهد جبار جدا خاصة اليوم إذا نتكلم على وزارة الداخلية على المرور حقيقة عمل كبير جدا بالشوارع وبهذه النقطة خاصة من تنظيم السيئة تنظيم حركة السيئة وإيضا راح نذكر كثير من الجهات سلام عليكم السلام سيئة والله بخير الله ببارك إن شاء الله رب تنظيم والله إن شاء الله بخير من وين حجي؟ نعم ننجف ننجف الأشخاص من إمام علي هذا الموكب نعم نعم شو تقدموا نخدمات حجي؟ والله نقدم أجيل نقدم ماي ونقدم خدمات كلها لنقدر لها إلى زوار الحسين حجي يسأل واحد يقول لك كوم نرتاح بالبيت ليش قاعد تخدم؟ ليش نرتاح؟ شو تقول لي؟ شو قل لي؟ شو قاعد بالبيت ارتاح ليش يتخدم؟ لا بالعكس هنا الخدمة أحلة والله بها ثواب خدمة الحسينية ارتاح؟ ارتاح والله والله ما قاعد هلي فلا أقدر أقوم وهنا أشتغل وكل نسو أقدم والله يسلمك ونشكل القناتي والله الله يحفظك الله يخليك حاج ربي يخليك ويحفظك طبعا يعني اليوم لم نسأل كبار السن إنه موضوعة الخدمة صح حقيقة أجواء حارة ممكن أكتعب ولكن الجميع يرفض الراحة من أجل قدمة الإمام الحسين عليه السلام وهذا الشيء اللي نتعلم عليه أيضا اليوم من الجهات اللي حابين أيضا نشكرها يعني اليوم مفارز وزارة الصحة العراقية اللي منتشرة بالطريق وصولة كثيفة جدا وسهولة التعامل سهولة التعامل مع كل الزائرين أمس أحد كادر قناة الأيام الفضائية تحرضوا لعوكة صحية استقبلوا استقبال جيد جدا توفير علاجات وغيرها من هذه الأمور فحقيقة اليوم شهادتنا مجروحة بالجميع بدون استثناء بدون اليوم من يجهة على جهة المرور وزارة الصحة يعني الحقيقة أيضا تشكيلات لوزارة الدفاع أيضا نشكر موضوعة الحجد الشعبي المقدس اللي موجودة بعض سياراتهم الآن على أطراف هذا الطريق لحماية الزائرين لمساعدة الزائرين الحمد لله أمن وأمان أحبت المشاهدين أكيد مكملين هذه الجولة وهذه التقطية ولكن ننتقل إلى محافظة أخرى وإلى مراسل آخر الطويانة على طريق يا حسين ونستطيع نقول في منتصف الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء مقدسة نقلنا صورة وافية عن هذه المنطقة عبر شبكة مراسل قناة الأيام الفضائية أيضا عدنا مراسلين منتشرين من خلال المنافذ الحدودية الشلامتشة زرباطية كربلاء المقدسة وتعودتوا عبر فضائية الأيام أن نوصلكم صورة مع الحدث صورة زاهية لهذه المسيرة الحسينية وأنا قبل قليل نقلت لكم صورة في مركض شهيد المحراب والآن في خارج مركض شهيد المحراب بجواري شهيد المحراب المركض المقدس الشهيد المحراب ونقلنا لكم قبل قليل صورة وضائع لاستيعاب هذا المركض ما يقدم هذا المركض من خدمات الزائرين من حمومي دول العالم السلام عليكم حجي السلام يا رحمة دواك الله تعالي هنا نعم هنالله ساتم الله يسمى شون حوالك شون زي من الجاي من الهواز من الهواز يا أهله وسهله سورك يا حلالطة الحمد لله نرغول الحشي والحدي الحمد لله كلها حلوة ورحمة والأجوا حلوة وإن شاء الله وإن شاء الله يضاع الله صورة لسينة ممدودة أول سنة تمشي ثاني سنة خامس سنة سنة ورا سنة لو متقطع لا ما هنسوه فنسوه وحدك جاي؟ متعلم تطلع وحدك؟ شو كتطلعت من الهواز؟ طلعت من الهواز الساعة بالسبعة ما شاء الله مفتوحة ما شاء الله شو كتطبت الحدود العراقية؟ العراق السلام الساعة الثمانية انا ركبت من التنميمة ما شاء الله وسهد كفر الهنا الامير المؤمنى زرت له بعدك؟ سهد امان اتلسان بالدعاء والزيارة موفق ان شاء الله عربي انتماس دعاء ان شاء الله انتماس دعاء سلام عليكم عزيز انت حبيبي الله يطول عمرك الله يحمدك حبيبي انت سهلك بقريبة حسينية والعقيدة اللي جايبية والله الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الحسين من الدور الدنيا كلها ما يصير مثل الحسين قاعد نشوف بعيوننا خدمة الحسين هاي الناس لا كاذا حار لا كاذا عطاش يوع قاعد تمشي بهالحر تيرر الظهر والله ساعة باثنان عشر بالوحدة الناس ما انقطعت تيرر بهالحر شو السبب؟ السبب حب الحسين الحسين صارت دم بشرعين الحسين الدنيا كلها الصحية حسين لهذا احنا نقول علينا حب الحسين ان يتجسد على ارض الواقع هذه المدرسة الوضائلة للحسيني عليه السلام اللي خطها بدمه الزاكي كنت تجسد عقيدتنا حسينية وحياتنا حسينية نظرتنا حسينية صلاتنا حسينية طريقتنا حسينية وقائدنا منه؟ الحسين 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 نمشي على طريقه الطريق الحسين نصيح لبيك يا حسين لبيك يا حسين العلين منك والي جماعة راحين ان شاء الله توصلوا بالسلامة ان شاء الله تسلوم بالسلامة ايراني استخرى استخرى ايران دریغ از جان نکنید دنیا اگر از ظلم یزید لبریش شود ما پشت به سالار شهیده نکنید موسیقی ينشد زينب ابن زياد أخوش بقصته من قابله وطقه أي ابن زياد نعنت الله يعليه ينشد من زينب قالها يا زينب تقول أنتم إحنا الهاشميين منطقوا نقابل شهاية طبرة بقصة العباس أمنيا قالت العباس يوم النخي تختار أو نط العرق اللي بقصته عادك حجة قال ينشد زينب ابن زياد أخوش بقصته من قابله وطقه مو عاد الأخو له ينفلق بالكون اخت الضم دي الفلقه ومثلك ما أشوف ان اخت للعباس ومثلك مثل عباس ما تلقه يا زينب تقول ليش صوابه مو مجدود وقامت بتعلم من الهضم مختنقه قالت له ولك من قال هذا صواب أنا يوم الكون يضقل يا خايب يفتري خلقه لكن من نخيته واختاضبه النوماس نط من الغضب من الفحة العرقه شقصته ونده بيا زينب اشتردين أنا روحي بروحي اش صاح متعلقه أو لو انت تحشوا بعد وتقول هذا صواب لحشمنه وخلي يجدد الملقه وينكس راسك بالحومة وينكس راسك بالحومة عم بس خوة العباس خوة عم بس خوة العباس خوة روتين باخر نفس ويصيح في دوانه لحسين عم المصيبة يوم المصيبة يوم طاح حسين بس الرمح تتشاله والمهر من شافحال حسين راح وخبر عياله عم حسين من رسهم ما مات عم حسين من رسهم ما مات يوم طارش وصل الاطفال هحسين الخيم احترقت واطفالك فيه حسين الخيم احترقت واطفالك فيه حسين الخيم احترقت szelamu 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 ما تقدر تعو من توصل لهم وقلت لهم نيابة يدعونا لزيارة الاربعين بعدنا ما واصلين يرد عليهم وفلالشي هاي زيارتنا كلها لسيدنا الخامنين انا افضل روح لسيد الخامنين وريده شافي وطيل عافية وعلى روسنا ويستر الاراخ كله الاراخ كله يسترها هلقى جمعية من اليرانيات وهي شوف هتشوف انت هاي كله بركات الحسين وليد من شعب الاراب من الحسين يسترنا سيد الخامنين وممنونك ويتكم العافية خلت لكم دعاء وزيارة ان شاء الله ان شاء الله بقتل حسين يستركم ان شاء الله من كل شي يستركم مشاهدين كرام لازلنا وياكم من قل هذه الرسالة وفي شبكة مراسل فضائية العيام ومن خلال شبكتنا ايضا حودت بين المراسلين متوزعين على كافة الطرق الميسمية الموجودة مشارف مدينة كربلا في مدينة كربلا وايضا على المنافذ الحدودية ينقلون صور متعددة مشاهدي كرام متحدث عن مطار النجف هذا اليوم مطار النجف هذا اليوم استقبل اكثر من 65 رحلة تقل على متنها قرابة 10 الاف مسافر يعني اذا ردنا نجمع الرحلات السابقة مع الرحلات هذه اليوم يكون قرابة يعني 700 رحلة وهذه الرحلات ان شاء الله في الايام القادمة تزداد قليلا قليلا رويدا رويدا الى ان تصل الى قرابة 150 رحلة يوميا بحسب ما مرسوم لها وبحسب الاتفاق وبحسب الجدول الموجود في مطار النجف الأشرق ايضا اعداد المسافرين بمن يقول قرابة 40 ألف مسافر فقط هذا المنفذ الجوي ايضا عندنا منافذ موجودة منفذ شلامشة اسمعت اليوم الحمد لله يقولان اطلعت الساعة بالسبعة بالثمانية بالمنفذ واعبرت بسرعة يعني تسهيل بدخول المسافرين بدخول الزائرين وهذا يحسب للقوات الامنية يحسب لحرس الحدود يحسب للموجودين في القمارك من خلال تسهيل أمور الزائرين والحمد لله والشكر لا اكو ازدحام ولا اكو اي شيء وانسيابية بالدخول على الرغم من الاعداد الكبيرة والكثيرة للزائرين وجابوهاي الحلية ويمي طه نزل له الكاميرا السلام عليكم السلام عليكم شواش حبيبتي زيني 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 ويري حزنه راحي فين راحي للحسين حبيبتي جاي ويا مامو تحبيي للحسين هاي معدي تعاي تعايي تعايي السلام عليكم السلام شي اسميش حبيبتي شاهد منا 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 على الكاميرا شهودة جاي سوين شهودة المشاهدين كراما احنا عدمان سولي ونقول الحجاب الزينبي هذا هو الحجاب الزينبي شوفوا العباء وشوف ما شاء الله شوفوا نحاط الرطة الحلوة عدمان نتحدث نقول المسير على طريق زينب وفاطمة هذا هو المسير على طريق زينب وفاطمة شاسميش حبيبتي جان علي ماها رايحة كربلة كربلة زرين حسين عليه السلام شو تقال حسين جاي اواسيذ هاي حبيبي جاي اNetعناء جاي انا تقبل زين وروقية وثكينة حبيبتي توصين بالسلام توصي لك تمينا شو تقولين لا سمياك اسمي اسمي فلاح شو تقل ليلة بل ancestral احفظ فلاح حبيبتي السلامان مش هاي كرام شهودة سهول فيت وقال تأطيك لنزل زوار مش هاي كرام يقال هكذا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر هذه العائلة هذه العائلة الحسينية الزينبية إذا ما تستخدم أطفالها وتروح تزور هي هاي الزيارة الحقيقية هاي المواساة الحقيقية الطريق يكون طريق قدسي السلام عليكم جواك الله فرمنده عشاق امامم حسين است براه نرو ساده ترین راه حسين است از گمراهان آدم راه مجوئید که نزلی ترین راه به الله حسين است لبایک يا حسين انحاول قدر امكان شهودة كرام ناخد مختلف اللغات مختلف اللهجات والهدف من هذه اللهجات وهذه اللغات هو ايصال صوت الجميع عبر رسالة حسينية واعية واضحة العالم هاي رسالتنا اذكرنا قبل قليل اكو ترينت قبل فترة وردنا بوهنا عنا امرأة بيجي البابها الزينبي تتجه نحو الحسين الاطفال اللي قبل قليل طلعناهم ايضا بيجي البابهم الحسيني الفاطمي يتجون الحسين مشاهديه كرام احنا نشدد ونأكد المسيرة عقائدية والمسيرة حسينية المسيرة فاطمية المسيرة زينبية المواسي عندما يدخل الى الذي يواسيه يجب ان يكون معبئا بمواساته يجب ان يكون معبئا بأكله السلام على علي بن الحسين السلام على اولاد الحسين السلام على اصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباته مشاهدي ومتابعي قناة الايام الفضائية حياكم الله اينما كنتم اليوم لنا تغطية خاصة من مدينة كربلاء المقدسة من مدينة الامام الحسين عليه السلام الان نحن في طريق يا حسين الرابط بين مدينة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبالتحديد قرب موكب خيمة عبدالله الرضيع هذا الموكب تأسس من عام 2006 بالتقريب مشاركة فيه اكثر من 5 الى 6 دول في هذا الموكب والان نلتقي بالموثل عن موكب خيمة عبدالله الرضيع الاخ باقر من دولة الكويت السلام عليكم السلام ورحمة الله من وسهلا عظم الله لكم الاجور جورنا واجوركم ان شاء الله حياكم الله من وسهلا اليوم شون شفت الخدمة بكربلاء المقدسة الحمدلله خير وبركة من الله الحمدلله رب العالمين وكل سنة عن سنة قاعد تزيد هذه الخدمة الحمدلله ما تعبت ومأجف لا 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 ابدا ابدا التعب راحا ان شاء الله خدمة الحسين نعم اكير شرف انه بلا شك يوم السؤال فينا انه عن موكب نحن اليوم ندري أنه موطف قيمة الله رضيح أنه كل ما يعرفه كرمه وحبه للزائر وقاله للزائر بركات سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم اليوم ما كان الله ينمو الحمد لله الحمد لله يا سنة تأسس الموكب شون اللي تقدموه لزائرين الإيمان تأسس الموكب سنة 2006 من بداياته كانت جدر حليب من جدر حليب إلى هذا الصرح العظيم هذا كله من بركات وعناية من صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم ونقدم الزوار يعني إحنا نموكب على مدار 24 ساعة من فترة ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الفجر ثاني يوم يعني نبلش قسم قط إنتاج قط إنتاج قسم المعجنات عندنا أستاف جاي من لبنان اختصاص المعجنات والفطاير تقدم حق قسم فترة الإفطار وفي عندنا قسم القاس تغريباً عندنا باليوم أربعة طن النزل أربعة طن دجاج قاس دجاج يومياً هاي أربعة طن يومياً أربعة طن غير عندنا الدجاج الشوايا تغريباً باليوم قاعد نقدم أكثر من 200 دجاجة قسم الشوايا غير طن الدجاج وفي عندنا خط إنتاج مكاين الكباب تغريباً بالساعة نطلع أكثر من 700 شيش كباب وعندنا قسم الليمون العصير الطبيعي تغريباً قاعد نقدم أكثر من 300 لتر غير السكر تغريباً أكثر من 600 كيلو سكر طيب يعني هذا التوزيع والخدمة على مدى 24 ساعة على مدى 24 ساعة وفي عندنا قسم طبعاً القسم القص والكباب والدجاج تغريباً من قبل من الساعة 10 الصبح إلى 12 بالليل من الساعة 12 بالليل يبلش عندنا قسم البيتزا توزيع البيتزا إلى وقت الإفطار من الإفطار يبدأ قسم المعجنات ما تتعبون زيان من هاي الخدمة؟ لا أبد أبد هذي كلها التعب راحة في خدمة سيد الشداء ماكو تعب كم دولة مشاركة بهذا من الموقف؟ تغريباً عندنا الشباب احنا عندنا مواكب بيران عندنا مواكب السعودية عندنا مواكب الكويت فليالي الأربعين نتجمع غير قسم الستاف الشيف عندنا كذا شيء يأتينا من لبنان وفي عندنا من السعودية وفي عندنا من العراق وفي عندنا من الكويت وتغريباً كلنا يجمعنا حب الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم شكراً تقريباً عدد الخدام اللي موجودين؟ تغريباً فينا أكثر من 200 كادر 200 خادم اللهم صلى على محمد الله ينسي لكم خير طيب أنه اليوم أنه كل هذه الخدمة الحسينية أنه يعني دا تكفي الزوار بالغرض طبعاً إحنا شن ما نقدم للزائر إحنا مقصرين فالحمد الله إحنا الموقف على مدار 24 ساعة كلها تقديم للزائر إلى يوم الأربعين من يا سنة تم تخدمون بهذا الموقف؟ إحنا من سنة 2006 من سنة تأسيس الموقف طيب أنه اليوم نشوف يعني حتى في منتصف الليل إحنا نشوفكم أنه دا تبدلون جهد وتقدمون الخدمات أنه لزا هذا ما يصير أنه جهد عليكم ما يصير أنه لود عليكم بالعكس يعني عندنا تنظيم ويعني تقسيم للشباب قسم يمسك بالنهار وقسم يمسك بالليل فيعني ماكو أي تعب وبالعكس كلها تطيرز سيد الشهادة صلوة الله الله صلوءório جدني safety وتقبل الله طاعاتكم وتقبل الله منكم هذا القبول إحنا نقول هذا كل ما نقدمه المدينة الإمام الحسين كل ما نقدمه للإمام الحسين كل ما نقدم هذه الخدمة الزائرين للإمام الحسين فهذا قليل بحق الإمام الحسين قليل بحق أبا عبد الله قليل بحق أبا الفضل العباس فربي يوفقكم يا باقر والله يبارك بيكم والله يبارك بجهدكم الله يحفظك معنا الأخ الثاني هم الاسم بالخير ياسر حناضي حبيبي عظم الله أجركم ياسر من وين من السعودية حبيبي من القطيف يا أهلا وسهلا بلدكم العراق الأول قبل لا يكون النثاني الثاني يوم ضيافة أبا عبد الله الحسين أبمرحب أبا عبد الله الحسين الله يبارك بيكم أولا نشكر محافظة كربلة كلش ما في مشاكل الخدمات كلش متوفرة وكلش الزائرين مرتاحين والخدام مرتاحين ومن سنة إلى سنة دا نشوف السنة الماضية السنة أفضل من كل سنة جايلي نطور في الخدمة وفي المواكب وفي المظيفات طيف يعني كم خادم أنه من السعودية لأنه هسا دايخدمون أنه يأخذ فيه خدام مواجد من السعودية يعني لا تحصى ولا تحصى راعة وبعدين ناس تيجي وناس ترتاح عندك تغريبة لفوق نريد أنه عينك على عدة صحة لأنه نشوف هاي الخدمة الحسينية اللي أنه منطلقة من البقيع إلى كربلة نشوف يعني هذه السفرة سفرتها أكيد الإمام الحسين خدامه من جميع قطاع الأرض يعني وكل ما نقدم نحن قليلا وعبد الله وشارف لنا هذه الخدمة كل ما نقدم ما كلش ماكوش شون الخدمات اللي تتقدموها بموكب خير الخدمة يعني خيمة عبدالراضيع في عنده قسم الدجاج من فوق يعني 100 طن نعم من اللحم ومن الدجاج ومن الطحين يعني كل ناس كل خدام متخصصة بخدمة معينة المعجنات البيضات اللحم لحال العجين كل شيء كل قسم لحالة كم سنة صاركم بهذه الخدمة؟ الحمد لله وشكرا رب العالمين يعني فوق العشر سنة حمد لله وشكرا طيب إنه هاي الخدمة على مدى أنه 14 ساعة مثل ما تحدث أخوية نعم خوية ما قصر يعني على مدى 24 ساعة الخدمة موجودة حتى في منتصف الليل حتى في منتصف الليل الزاير وقت ما يجي يحصل الليل يريده وأكثر وإحنا قليلين يعني مقدمين إليه ما تعبون ما يوقفكم حاجة ما يوقفكم جهد خدمة أبا عبدالله الحسين كل شيء ما كان في بيه ما أكو 24 ساعة ده نخدم ومقصرين ومقصرين في هذا الشبع حسنه كل هذا اللي تقدموه قليل قليل جدا قليل لأبا عبدالله ما قدمه من التضحية للبشرية عامة بكثير جميع طوائف البشرين الإمام الحسين قدم مهجته عياله دمه ما كو شيء ما قدمه للإنسان الإمام الحسلام الله إليك أبا طريب أنه أنا حسب ما أعرف حسب ما قاله وقدام الموكب أنه ممكن هذا أكبر موكب بكربلاء المقدس هش قد مساحته طريبا والله ما أعرف قد مساحته بس ما شاء الله تبارك الله جدا ضخم أنا زرت مواكب هواي زي الموكب اللي عنا نقدم فيه ما كو كل شما نسمعناه قاله أكبر من 40 دونم وجميع الجناس تخدم به يعني هذا أنه ما أتصور أنه مساحة قليلة ولا أنه مساحة هينة أنه اللي تقدم هيش أنه خدمه اللي تتسع أكثر من 200 خادم في هذا الموكب واللي أكثر من 5 دول تقريبا مشاركة نعم أكثر بعد أكثر من 5 دول مشاركة خيمة عبد الله الرضيح موكب عبد الله الرضيح طيب أنه غير الخدمة الأكل والطعام اللي هي نتقدم وبعد شن اللي خدمات اللي تقدم حتى المبيت جان نخدم يعني حتى المبيت موجود لخدام أبو عبد الله نعم هناك قاعات وباقي شغالين على هواية ضخمة لأنه هواية ضخمة باقي شغالين عليها لسه ما جاهزة طيب أنه شون شوفون هاي السنة أنه الزيارة تحسون بها أنه هاي الزيارة أنه أبخم من السنين السابقة نحن أشوف يعني الزوات طابة من بدري إلى النجف ولا كربلا صاركم مش قد أنه بلشتوا بالخد قصدك كم سنة نحن هنا؟ لا لا مو كم سنة من يا يوم أنه بلشتوا بالخدمة؟ من بداية يعني تقريبا صار هنا أكثر من أسبوعين ونحن نجهز ونرتب يعني الخدمة يعني حتى الأرقام اللي داي مثل ما تحدث زميننا باقر أنه من دولة الكويت واليومية أنه أكثر من ثلاثة أو أربعة نطن من الدجاج ما شاء الله وهذا يعني قليل جدا قليل في الخدمة لابا عبد الله شون شفت أنه العراق شون استقباله العراق البقية ما شاء الله العراق يعني كرم ما يوصف فوق الخيال صراحة فوق الخيال نشكر جميع المسؤولين في دولة العراق وشعب العراق العظيم على هذه الخدمة أكبر أمور أنه واجهتوا بيها صعوبة في السنة السابقة هاي السنة أنه تم تجاوز هذه الصعوبة الحمد لله رب العالم كل سنة عن سنة جالس تتطور يعني في الخدمات في كل شيء ما كوا مشاكل ولله الحمد لله لا للزائرين ولا لحق خدامي سلت عن الماء الكهرباء شون أنه قاعد يتوفروها ربي لك الحمد يعني كل شيء مواطين متوفرة يعني الكهرباء اللي قطعت ما تعيقنا نهائيا يعني الحمد لله متوفر كل شيء الله يبارك حبيب قلبه على راته الله يحفظكم إن شاء الله وكل هذا فيه ميزان حسنات لأن الشرف عزيزي والله يوفقكم وفق قدام الحسين وزوار الحسين الله يحفظ الجميع إن شاء الله الله يبارك بكم أخويا الله يوفقكم إن شاء الله يا حبيبي إذن مثل ما شاهدت أحبت مشاهدي قناة الأيام الفضائية يعني لاحظتوا أنه المواكب الحسينية عندما تقدموا عندما تعطي وعندما تبدل كل جهدها هذا قليل بحق الإمام الحسين الإمام الحسين يعني ما يصف بأي شيء فهذه الزوارة المليونية والحشودة المليونية التي توجهت من جميع بقاع العالم ومن جميع محافظات العراق توجهت نحو كربلاء المقدسة يعني إحنا نشوف أنه كربلاء يعني تتسع أنه آلاف الزائرين وملايين الزائرين سنويا في زيارة أربعينية الإمام الحسين أبقوا إياه إن شاء الله اليوم سأراويكم المواكب الخدمية والمواكب الحسينية التي تقدم الجهد الكبير إلى زائرين الإمام الحسين عليه السلام حليكم رجعنا وياكم ومتواصلنا أيضا بنفس الوقت بتغطية مراسيم زيارة الأربعينية لسيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين وبالتأكيد أنه إحنا متواصلين لمحافظة الحلة وبالتحديد بالشارع يا حسين زائرنا السلام عليكم حياكم الله مرحبا بكم توفيق الله يحفظكم مرحبا بكم الحمد لله الحمد لله عمري إحنا نسكندين من المنطقة إن شاء الله الحمد لله بالعادة أنه هذا الشارع صير بيروح صير بير حياة بيام الزيارة ما بعد الزيارة مليونية حقيقتين يعني نفتقر بالشارع كون ولد الولايات منطقة كلها موجودة هنا في هالمنطقة هذه فنشوف أكثر المناطق لذلك تجينا من ديالة تجي من بغداد تجي من كاركوكي تجيون الزوار ما شاء الله وبالعلاف إذا مو بالملايين اللي اللي ما شاء الله هذه نعمة طبعا إحنا نحصل عليها فضل الله و جون من تعزل المواكب هنا أبدا يعني تعزل المواكب أكيد أكيد شيء أنت بتعلم عليه متأكلم عالية خلال اللحظات كم يومي يعني هي محسوبة يعني يومنا ثلاثة مربعة خمسة أيام مؤزد ينتهلت شيء بس الفاتيشين ظلوا يتعلم على شون راحتها الفترة هذه و نحاول نستغلها كأن ملاحظين نقدم خدمة أي حاجة شاية لدي معلومة حصرية دارة اسكندري خصوصا أنه راح يصير هنا مدينة الزائري بالمستقبل القريب نعم ما نعمل زمان يعني خمسة سنة سنتين حاجة الله أعلم احنا يعني ينقلون الطريقين مننا طريق الزائرين مننا خفل الزحام احنا مشكلتها بس هو هذا الشارع اللي مننا على أساس المستقبل ينفذونه و هسا على وجهة الانتهاع الشارع اللي موجود اللي يربط من بغداد إلى كربلا هذا الشارع بقد اكبر التلوقات شوية يعني تأخير و نتمنى ان شاء الله يعني اذا اكو سنترخ ان شاء الله الجزء كامل المكمل ان شاء الله حبيب موفقين ان شاء الله التوفيق و ان شاء الله يعيد علينا و عليكم بالخير ان شاء الله على شعة امير المهم ان شاء الله بحق محمد والمحمد صحب العافل ستر و موفقين يحفظكم ان شاء الله حبيب الحمد الله خادم خادم و زايا خادم و زايا جامحين اثنين الحمد الله يعني ايام ما تتعواض و فرصة ما تتعواض و قدمة سيدهم ولا ابو عبدالله بنفس الوقت ايضا تروح شون يعني خادم و زايا يعني اراح والمره ننصب موكب عندنا بكربلا يوم عمود اربعة وخمسين ورجالي بيت اجي ماشي هاي تكمل الزيارة تعزلوا الموكب ورخون ازلون ان شاء الله هينا زرت اكبر و قام بكم يوم من نصب من الموكب ما نرح ازرت و اجيب ورجعت للبيت البغداد وانه و اجيت ماشي هاي كل سنهات كل سنة هاي ان شاء الله شعور الزيارة ايام الزيارة هاي ترى ايام والله ما نوصف هذه الان مات نوصف الحمد لله و شكرا شون قدر ما اقدر اوصف حياتك بدون الارفعين يوم صعبة صعبة يعني اذا ايام من تخلص مارك شو يصل لك صعبة يعني وش مو بسان يعني كل الشعب ينتظرها اليوم يعني يعني دولة دائما اصحاب القرى هنان الموجودين يستاحشون بيام الزيارة عيتهم حيات ما بعد الزيارة ينتيش شارع يصير وحشي طبعا يعني شون تبغد انسان عزيز عندك اما انا حتى يبتشون عنه طبعا صحيح لحما الله عديك لحما الله عديك اشكرك ملاذا عXi الله يOMAN اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا المكان ومقتربات الاسكندرية بشارع يا حسين سيتم العمل هنا من اجل بناء مدينة للزائرين خلال الفترة المقبلة واعتقد انه التصاميم الهندسية طور التنتيز زائرنا قواك الله الله يحفظك الله من بغداد الله يسلم ما وقت طلعت طلعت نص ماشي ونص سيارة ما طلعت ماشي جاي واحدة الحمد لله كل سنهي الحمد لله كلها في تحات ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تبني وتخديم وتقدم خدمات الزوار ان شاء الله خير من الله الحمد لله موكبنا ايه الحمد لله الولدي ودتهم قدام وانا جاي وراهم الحمد لله على السلام الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله وتطلع الكربلة والله يباسر ان شاء الله بعونا الله ترجع خدمة عندنا هنا نطلع وجبات وجبة تروح وجبة تبقى تخدم تجي تبدلها بتطلع خاطر هم زيارة وهم خدمة من دي الله والشكر سلمك سلمك ممنونين الله يحرضك نعم مشاهد الكرام اذن بالتالي يعني انه الامام الحسين انه هو لجميع العالم الامام الحسين بالوقت الحالي وكربلا بالوقت الحالي قبلة العالم وبوصلة العالم كربلا بالوقت الحال انه تجمع كل اضيار في العالم ومن المؤمل انه قد تصل هذه السنة اعداد الزائرين لربما تتجاوز الاعداد السنة الماضية وتتجاوز او تتخطى الـ 22 مليون الزائر على امل انه نشوف زائرين في كل سنة على امل انه نشوف هذا الطريق دائما انه يحيا بزوار ومشاهد أبو عبدالله الحسين سيدي ومولاي فطريق السلام إن شاء الله لكل زوان مشاهدين الكرام أصليواكم بختام الجولة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا وإياكم من محافظة البصرة وهذه التغطية المستمرة من قبل أبطالي ومراسلي كوادر قناة الأيام الفضائية مراسلين ومصورين ومخرجين وكذلك إدارة وأفراد في هذه القناة المباركة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته السلام على زوار الحسين وعلى شيعة الحسين وكل من يشاهد هذه القناة المباركة وهذا البث الحي عبر منفذ الشلام الحدودي حيث تحاشد وتواجد الآلاف من زوار أبي عبد الله الحسين هناك الكثير ممن يذهبون شوقا إلى زيارة أبي عبد الله الحسين ولكن هناك أيضا الكثير ممن رجعوا وهم يتشوقون للعودة مرة أخرى تقبل الله أعمالكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك هل أنت من المماركة من عمام حسين؟ نعم شكرا لك ما زلتك؟ شكرا لك 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 اياتك تنسعيد اتمسك بآل النبع لام المجيد ويك المنهاد ويك المنهاد نصحك لا تهد ويحيدر هدراع الغيرة يحضر ويحضر حسين ابو اليمة والقمار والزهرة تشفع للشيعة انا اعجزيكم واعجزي الامة الاسلامية كافة بمصاب سيدنا ومولانا ابي عبدالله الحسين سلام الله عليه حقيقة وكرم العراقيين ووقفة العراقيين لا تتوصف انا ما اقدر اوصفها يعني سيد الحسين عليه السلام عرف اين يندفع نعم وجمع بين الغلوب بين الغلوب واول شيء بهذه الزيارة وهي المسيرة هي صلة الارحام اول شيء صلة الارحام والله والتحابب بين الناس والله ما شفنا يعني وقفة مثل وقفة العراقيين ما شفنا والله ان شاء الله كل سنة ما طني عدل وادعي من الله الله يعني ومتددم على السنين اللي تعدن وما ايت بيها والله والله بالحسين بالحسين اغلب الناس كنت نددمين على الايام اللي ما جانبين نعم نعم ش تحس انت بالعراق الان اخوتك العراق اهلي غسم بالعباس ومم البنين يا عراقي غسم بالعباس ومم البنين قلبي ما ينساك لحظة من الحنين غسم بالعباس ومم البنين يا عراقي قلبي لحظة عليك ما بطل حنين وداعتك وداعتك ما أنسي حبك لو أموت واللي قالوا لك نساكم زودنين واللي قالوا لك نساكم زودنين شو تخاطب قناة الأيام شو تقدر تقلهم قناة الأيام اليوم والله أول شي أعزيهم وأشكر لهم هاي الوقفة وهاي المساندة والله يعني قاعدين يساندون الناس وحالهم حال الزوار بهاي المسيرة وأنا أشكرهم شكر جزيل ومو بس أنا أشكرهم لا لأ أنتم فخر أنتم فخرين أنتم فخرين وحبكم دائما نفتخر بكم وهل العراق وفوانكم وهاي بيوتكم وهاي بيوتكم وهاي بيوتكم بيا بيا حاجة بيا حاجة بيا السلام عليكم زيارة قبولة إن شاء الله شما أسكو جاي ومديد أزنجاف كربلا راب دي خوب شديد خوب دي خوب دي شما أسكو جاي شيراز شيراز الزيارة وهناك علاقات قوية أواصل قوية تجمع ما بين الشعبين جمعها الإمام الحسين عليه السلام ويجمع كل الشعوب تحت رايته لبيك يا حسين أيام الخضائية رجعنا لكم مرة أخرى من تغطيتنا الإعلامية من كربلا المقدسة من طريق يا حسين اليوم فيما تلاحظون أنه جموع هائلة من الزائرين متوجهة إلى المرقد الشريف إلى مرقد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين ونشوف أنه زوار الإمام الحسين متوجهين زحفا على الأقدام إلى المرقد الشريف ونشوف هسا أنه أراء الزائرين بخدمة أهالي المواقب الحسينية في كربلا المقدسة وباقي المحافظات السلام عليكم وعليكم السلام شوانش عمو مزينة شوان صحتاج الحمد لله مين جايين؟ من البصرة من البصرة؟ ما تعبت من البصرة جاية لهنا؟ ما أكو تعب لإمام الحسين سلام الله عليك يا حسين يعني طفلة تقول ما أكو تعب لإمام الحسين ومن البصرة لكربلا جاي مشي عمو؟ نعم الحمد لله وشكري قد عمر شتي عملي 13 عملي 13 شحفظة؟ حفظة قصيدة يلا خلنا اسمعك حسين حسين لا تمشي بطريقة والتقادس بالحرام حسين ما يريد أن يجي لو ما عنده ابتزام حسين تعلم شنو معناها هاي هاي معناها صلاتك لا تفوت هاي معناها ذكائك لا تموت هاي معناها علمك أبد لا ترفع الصوت قدسي روحك والعقل ولبسي عباه خلي ببالك من تجين بكربلا حسين ما يريد أن تجين بكحلة لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين طيب الله انفاسش لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين اليوم شون شفت أنه الزيارة بكربلا على المقدسة زوارنا إن شاء الله شون شفت من إيران؟ مشهد لو طهران ياس ها أهلا وسهلا خدمات موقف دين كربلا؟ ألي الحمدلله ألي ألي شكرا أهواز أهواز؟ شون شفت الخدمات في كربلا؟ طيبة طيبة واقفين بالواجب كامل من جايين ماشي من يا مكان؟ أنا من حشور طاركم كم يوم تمشون؟ يومين يومين تمشون؟ شون شفت الخدمات؟ شون شفت السيارة؟ كل جاينا الآن تمام يعني مرتاح هاي أول مرة تجي أنه في كربلا؟ أنا عشر مرات أسه جاي عاشر مرة في كربلا؟ مات من تجي أنه في كربلا؟ الحسين محبة الحسين محبة الحسين؟ حسين هنا والله حسين الحسين بالقلب اي بقلب والله الحمد الله وشكر الحمد الله وشكر هلتا مين يا محافظة؟ من بزستان محشور هاي مين جيته ماشي؟ من حال عدسة حد تشوف أنه دارين إنا مام حسين خنوصل رسالتنا إلى آخر بقعة بالعالم ويشوفون إنه زوار الإمام الحسين أه من أنه جيته ماشي؟ من النجابة لأكربلا نعم. شون شفت الخدمة الحسينية بكربلها؟ كلش طيبة. كلش طيبة. كلش طيبة. ابنك؟ نعم. الله يحفظه. الله يحفظه. ما تعبية الحر ما أثر عليك؟ لا لا أصلا. أصلا. الحمد لله. مرتاحين. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. نحن نقول أنه بميزان حسناتكم إن شاء الله. إن شاء الله أنه باقيين على العهد وباقيين على ولاية أمير المؤمنين وباقيين على حبا حسن والحسين. نحن نشوف حتى أنه أبطال وشبان وكبار السن يعني متوجهين إلى مرقد الإمام الحسين. شو اسمك حبيبي؟ أسحاق. شو اسمك؟ أسحاق. أمي أنت يا محافظة أسحاق؟ بصرة. من البصرة؟ اي. ها. شو قل؟ لبيك يا حسين. بيك يا حسين. بيك يا حسين. الله يبارك بكم. أذن مثل ما تلاحظون أن أحبت مشاهدي قناة الأيام الفضائية حب الحسين ما يعرف أنه صغير وشبير وحب الحسين يجمعنا كلية نت. يجمع الإسلام ويجمع العالم ويجمع العراقين كلهم. هذا الطريق. طريق يا حسين. جمع اليوم أنه الإيراني والسعودي والكويتي وكل دول العالم. جمع هذا الطريق اللي هو تحت مسمى واحد من كل المحافظات إلى المرقد الشريف لبيك يا حسين. هذا اسم الطريق لبيك يا حسين. اليوم نحن أيضا أنه نشوف أنه الخدمات من قبل أصحاب المواكب الحسينية. نشوف أنه أهالي المواكب اللي تتقدموه يعجز اللسان عن واصفة. يعجز اللسان عن كل شيء يقدمه أنه المواكب الحسينية وكل شيء يقدمه الزائرين الإمام الحسين. وأكيد أنه خدمات أنه إسناد كبير من قبل أنه الحكومة المحلية والحكومات الباقية. وأكيد ما ننسى أنه شكر جزيل حسب ما أنه وصلتنا ووردتنا أنه أخبار من قبل أنه الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء. أنه اليوم بلدية الأنبار وبلدية الكوفة وبلدية مشهد كلها أنه متوجهة إسنادا إلى كربلاء المقدسة. إسنادا إلى زيارة أربعينية الإمام الحسين. وأكيد إحنا ما ننسى أنه القوات الأمنية المشاركة من كل محافظات العراق إلى كربلاء المقدسة. ونشوف أنه اليوم الجيش والدفاع والداخلية والحجد الشعبي تجمعوا على حب الإمام الحسين لحماية هؤلاء الزائرين حماية زوار أبا عبد الله الحسين. ونشوف أنه هذه الحشود المليونية والحشود الهائلة من قبل أنه زائرين الإمام الحسين متوجهين إلى المرقد الشريف. وأكيد أنه يعني إحنا نشوف اليوم أنه حتى الطفل حتى الطفل اللي عمره سنتياً وثلاثة وأربعة أنه متوجه إلى المرقد الشريف. ونشوف أنه يعني حتى ما نقول أنه ما يعرف شيء. لا نزروع بداخله حب الإمام الحسين. نشوف أنه العراقي والإيراني والأهوازي كلية أنه مجموع أنه أببالهم مترسق حب الإمام الحسين بعقلهم. ونشوف أنه هذه الحشود المليونية مثل ما تلاحظون أنه أغلبيتهم نشوف أنه بيهم أنه العرب وبيهم السعوديين وبيهم أنه الكويتيين. وبيهم أنه من كل دول العالم نتوجه إلى المرقد الشريف. خلال نشوف أنه زوارنا. سلام عليكم. من وين؟ أسان فاز شيراز. شيراز؟ شيراز آه. من شيراز؟ شون خدمات زوار رضي محمد حسين؟ خدمات بين مواكب؟ كل مية بالمية. مية بالمية؟ أين أعم. شون شوفوا أنه كربلا جميل كربلا؟ زين الحمد لله. الحمد لله. كل شيء زين. كل مية بالمية. كل مية بالمية. كل من سيدنا أسان. الحمد لله. شغلتوا من وين شبابنا؟ من وين؟ بازرون. ها. تكلم عربي فارسي. ها. تعال هنا. تعال. بيا. 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 أهوازي. تعال. شون شفت المواكب الحسينية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شون شفت حب الإمام الحسيني اللي مزروع بطلوب الزوار كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعينه وخيره ناصر المعين. شكرا لأهل العراق. شكرا لأهل الكرم. العراق محل العزوبية. أهل الكرم. الوحدة اللي تجمع الإيراني والسعودي والباكستاني والهندي والإخويتي هو أخوان في حب الحسين. كل الإسلام. أكوبية لشاعر حج لفت الحموداوي. يهدي لأبي الفضل عباس يقول من رخصة العباس طبعاً. من رخصة العباس طبعاً لوحة شيئنا بمريلة. لأن تذرون المراي المرتشي ممهورة له. هذا خوخيته الوحيد اللي من خدت بكربلة خلى الخوفها يطيق روحها. وأنا خادم. لا بيب يكون حسين Ella. حسين لا بيب يكون حسين Meng打ت��هم جميعاً يا حسين خدمات؟ نحن نشوف انه يعني نشوف حتى انه الايرانيين شون داخلين بحب وبلهفة الى كربلاء المقدسة الى كربلاء الخسيد ونشوف انه هذي الشود المليونية نشوف انه اه شود هائلة من قبل انه اه الاخوة الايرانيين اه الى كربلاء المقدسة واكيد انه الاخوة الكويت والسعودية وكل دول العالم ولبنان متوجهة الى المرقدة الشريف اليوم كربلاء اه رغم صغر حجمها بس اه بعد ما امتلأت تلأت بحب الزارين بعد ما امتلأت بحب الامام الحسين عليه السلام بدت تتسع يوم بعد يوم واحنا نعرف انه احنا في السنة السابقة انه كان عدد الزارين اللي داخلين الى كربلاء اكثر من عشرين مليون والان يعني احنا ديشوف انه حشود يعني احنا متوقعيها اليوم من من عشرين راح توصل من عشرين الى خمسة وعشرين مليون هذه السنة وان شاء الله كل سنة انه نزود كل سنة انه نزود زيارة الامام الحسين عليه السلام به لان امام الحسين مدرسة قدوة تعلم منه الجميع معنى البطولة معنى الشجاعة معنى الحب معنى الوفاء لهذا البلد ونشوف انه احنا هسا زائرين متوجهين الى المرقد الشريف ما همهم لا تعب ولا همهم حر ولا ولا تعبهم الحر لو توصل لو توصل يعني انه اه اه يوم امس باحدة الزائرين يقول انه لو توصل درجة الحرارة سبعين احنا نروح ماشي للحسين ويقول انه شون ده مية نمشي ماشي ده حارة يعني يقول لو حار لو درجة الحرارة مية هم نمشي ماشي للحسين. من الهوازي جيتك اللي يعني. من الهوازي. من الهوازي طلعت اللي يعني. صال لك اش قد تمشي? اصلا التعب ما عدي. صال لك اش قد تمشي? اليوم ثامن. اليوم الثامن? اي. شون شفت المواكب شون شفت الزوار شون شفت الخدمة الحسينية? والله الحمد لله. كل جزينا? كل جزينا. هاي اول مرة انه تجي لو شاي قبل? لا ثمن مرات. ثمن مرات? ثمن مرات. هاي المرة اكو بها اختلاف عن المرات السابقة. اي. لا ما شاء الله. ما شاء الله. مواكب الحمد لله. كل سنة تكثر مواكب. اشوفهم. هادة الزهارين انه اكثر هادة السنة? اي اكثر. اكثر. كل سنة اكثر جاعدين يجون. اي والله كل سنة اكثر يجون. اشتعني لك كربلا? والله شكل عندما نصل الى هذا الاسم كربلا المقدسة ونهجها وبوسطها. الامام الحسين انا اقوله انه يعجز اللسان عن هذا الوسط. تمام? فاتو اش تعني لكم كربلا? اش يعني لكم حب الامام الحسين? يجمعنا حب الحسين يجمعنا. والله شاء الله انه يجمعنا. من وين الشباب? من النجف? فضلونا لهنانا. يا اهلا وسهلا باهل النجف. شون شفت اليوم كربلا? شون شفت المواكب الحسينية? والله خير من الله. قالوا هاي السنة حارة ورحمة رحمة من الله. قالوا ان هاي السنة. ما اكو ايراني ديش الان ما قلي اغلى ايراني لأهل السنة. هو ايراني. خير من الله. يعني يعني اي. والله الخدمة خير من الله. على حب الحسين. شون شبتوا انه اه المواكب اللي ده تقدمه اه من اكيل. والله خير من الله. خير من الله وزادة بعليه واي. اجيتوا انه ماشي? ماشي اش شاء الله من النجف طالكم وشقت تمشيوني؟ والله طال لي يومي على كيف يمشيك الحمد لله والشهر خيرها تبعت طال لك شقت تمشي انه بطريقة لإمام الحسين كم سنة؟ طال لي من عمره عشر سنين قتل الولد زغيرون أنا أمشي والله من هذا الساعة عمري موالد أربعة سنين عم الله يقصد إن شاء الله والله وقدام وخير من الله وإن شاء الله ماكو تعب أكيد والله كل ماهو يمشي واحد ماكو تعب إن شاء الله إن شاء الله إن شوف إنه نعم شفاء عبد الله إن شاء الله واحد أكيد كل السعب كل السعب ينفي الحب الإمام الحسين اي والله تعال سيدنا تعال تعال شرفنا هنا سيدنا seventeen خيدنا الله يحفظكم من وين حضرتكم هاتم ممجم المنز Yellow عساكم ما تعبتم إن شاء الله عساكم ما تعبت우 تعالي يا حبيب تعالي هنا تعال 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 تقول لي هنا سلام عليكم حبيبي حجي. شونك عمي? شون صحتك? تعال لي لي هنا انا يرحم الوالديك. تعال لي. عظم الله لك الاجر حجي. شونك? عساك ما تعبين? لا ما تعباني ان شاء الله. من المشخاب. من المشخاب? اي. اي اي مشي. الحمد الله والشفقة. لكن كم يوم تمشون حجي? يوم وين. يوم? يوم وين. شون شفتوا ان اول وحدة الزوار بحالة جيدة. التوزيع بحالة جيدة. القائمين بخذة الزوار. يعني كلش جيدة. اشقد عمرك حجيت? اشقد عمرك? انا مواجه 53. اي والله. مو كبير. يعني تقريبا تقريبا. بس ما تعبين. لا لا ابدا. ابدا ابدا ما تعبين. ابد ما تعبين. ابد ما تعبين. لا مدية. صايت الله وهل البيت. ما ما تعبين. ابدا ما تعبين. اي. اي. لا تقريبا هاي. لا الحمد لله رحمة الله. شفتوا ان اداء الخدمة الحسينية. لا الخدمة الحسينية جيدة. جيدة جدا يعني جدا. كلش بخدمة محترمة. ومدالين الزوار من من المأكل. مشرب احترام. زين اليوم حجينا انه شون شفتوا انه اه المواكب الحسينية والخدمة اللي دي قدمها المواكب الحسينية بكربلا. والله الخدمة الحسينية اه قدمت للمواكب خدمة محترمة. خدمة محترمة. جيدة جدا. ما بها اي. هاي اول سنة حجي اتا تطلع تمشي. لا لا دوما مشانا. بعدني بكبر. اي اي. الله يحفظ. اي اي. الله يحفظ. واني ويا. تعي هنا نحجي. هذا طريق الحسين. نريد هنا اليوم. امهاتنا وزوارنا هاي الرسالة توصل الكل لإسلام. الكل بقاع العالم انه توصل انه شيابنا وكبارنا وصغارنا كل يتنا نتوجهين لبا عبد الله. والله صارنا من اول يمشي. اول سنين يمشي. صارنا بالعشرين سنين نمشي. انا ويحجي. الحمد لله والشك. انا ويحجي. صارنا بالبداية. اول ما بدأ المشي. ما تقول ما تعبت والحر ما ايو. لا لا حر وقفنا ولكنش وقفنا. نمشي لوحسة السيدة زينت. سلام الله عليها. شون يوم ما شفت المواكب. شفت المواكب. الحمد لله والشكر. خدمة كل جيدة. الحمد ولله. بوجود الله ووجودكم الحمد لله الحمد لله وخير من الله وكله خايمين بالماء والأجل والحمامات والمغاسل الحمد لله ما عايزين نبشي نبشي بواهس نبشي نبشي على زينة على الحسين الحمد لله وإن شاء الله بلعود عليكم وعلى الجميع والله يحرز شبابكم أوجه رسالة لكل دول العالم تشارك في هال الحشود التمشي هال المشي للحسين تواصل سيدة زينة تواصل زهراء على ابنها الحسين بسم الله الرحمن الرحيم وهذه عودة من جديد إليكم مشاهدينا ونحن من منفذ الشلام الحدودي هذا المنفذ الذي يبقى لساعات طويلة يعج بدخول وورود الزوار وأيضا بالمقابل خروج آلاف من الزوار الذين أتموا زيارتهم من كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومدينة الكاظمية وأيضا من سامراء يتجهون رجوعا إلى ديارهم من هذا المكان الذي يعج بزوار أمير المؤمنين وزوار الإمام الحسين عليه السلام أيضا هذه الآلاف ما زالت لحد الآن مستمرة وعلى مدى 24 ساعة منذ الأول من صفر وحتى آخر يوم الأربعين وما بعد يوم الأربعين حتى تودع هذه المواكب مواكب الحجد الشعبي مواكب أهالي البصرة أهل البصرة الكرماء أهل البصرة الذين جادوا بما يملكون من جيوبهم من أفواههم يقتسموا اللقمة مع زوار أبي عبد الله الحسين من عموم الجنسيات التي تأتي لزيارة المولى المقدس الإمام الحسين عليه السلام عظم الله لكم الأجر تكلم عن الخدمات التي تقدمونها في موكب قادة النصر الخدمات جيد جدا إن شاء الله مشتركة بيننا وبين الحشد وإحنا أدنا موكب أمصار المهدي إن شاء الله موكب جيد جدا خدمة موجودة وقدام الزوار تجهين إلى كربلاء المقدسة ونحن في خدمتهم مساءً إلى صباحًا نعم نشكر شمع خدمات يتقدمونها؟ خدمات عندنا فلس واجبات موجودة إضافة إلى جميع الخدمات المشروبات الماي الشربة كل شي موجود حالياً موجود يمنا نعم وإحنا نكون في خدمة الزوار إن شاء الله هل ما رح تبكون إن شاء الله؟ نبقى صباحًا مدور يعني من الصباح للصباح كم شفت يعني تشتغلون أنتم؟ فلس شفتات فلس شفتات فلس شفتات ما ساعات في شف؟ ما ساعات موجودة المستمرين؟ المستمرين؟ أنا سجعت من الستة رح أظل الستة صباحًا هذا الدعم منين يعني؟ من عدنا من شخصياتنا يعني من جوبنا موجودين وندعم إن شاء الله للزوار الموجودين حالياً لنتجهين إلى كربلاء إن شاء الله مجهورين بالتوفيق إن شاء الله أيضاً نتوجه إلى أحد الحجاج الذين هم من أصحاب المواكب الذين يقدمون الخدمة المستمرة بشكل مستمر من بداية الأول من الصفار وحتى أيضاً نهاية آخر زائر ما بعد الأربعين السلام على الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين الذي بذل المهجم دول الحسين سلام الله عليه بما أن الإمام الحسين سلام الله عليه ورحى بالغالي والنفيس من أجل على كلمة الحق والباطل فإن بما يقدم له من تضحيات وطعام وقال قليل بحق هذا الإمام العظيم ورحى بأهل بيتي نحن لدينا ثلاث مواكب مواكب على طريق الشلامشة من شارعة المهندس نقدم خدمات يعني عدتم أيضاً خارج المنفذ خارج المنفذ لدينا مواكبين على طريق الشلامشة يقدم الطعام لمدة ثلاث وزباب أكو مبيت موجود مبيت وبعد جسر مواكب يتابع المواسس السجناء السياسيين نعم يقدم خدماته على طول الأربع وعشرين ساعة وننتقل بعد الصلاة العشاء والمغرب إلى المنفذ الحدولي نوزع سيارات بكمات نوزع العصير والماء والأطعمة الموجودة إشكال عدد الشباب اليوياك؟ يعني مجموعة من الشباب تقريباً بثلاثين شاب مقسمين إلى ثلاث وجبات ثلاث وجبات يقدمون طعام خلال أربع وعشرين ساعة بالمنفذ ذاعدنا بس بعد الصلاة هذه لمدة ثلاث ساعات مقدمة هل تعفر لك هذه الزيارة وأنت تخدم كل القادمين بدون تفرقة؟ شيعة محمد وآل محمد الآن هم ضيوف على العراق مهما نقدم للحسين فهو قليل مهما نقدم لشيعة الحسين أيضاً؟ ضيوف الحسين ضيوف الحسين ومضيوف الحسين سلام الله عليه لا إحدى صلة جلسية لا إحدى صلة جلسية حجينة كيف حمد أن يا أظلة محمد؟ عافيتك أشوفك من الساعة؟ تعبان لا ما تعبان انا هنا انا ما تتعب اخدم هنا اسوي قهوة شاي للمام الحسين اخدم من الساعة بالاربعة لما يؤذن الاذام انا ابطل ليش تعبرون منا لا تعبرون منا يلا كلها سوي قهوة سولف لي شنو شعور الناس والزوار وانت وشعورك ايضا وانت تخدمهم ضيوف ابا عبدالله والله الناس هم الجماعة الايرانيين متعجبين فخر انه نفتخر انه نكون ضيوف الابا عبدالله الان احنا قناة الايام الفضائية ربما انحرمنا من انه نكون في موكب او نخدم ولكن نحس نفسنا انه الخدمة اللي نقدمها الان على الهواء مباشرة نعتبرها هذه اقل اقل ما نقدمه امام حسين واحنا نخدمكم وانتم تخدمون ضيوف الامام الحسين احنا متواضعين جدا وخجلانين لانه نخدمكم بهذا الميسور المايس يخدم الخسيات خطلاء الله يطيك لانه ان شاء الله والله هالسان شبانه شرت مريض ايه رحت الزيارة وجعت مريض وحق لي حسيتنا بشكل نشاط والله ايجيتي انا مريض ايجيت هنا طبي ان شاء الله باركات الحسين باركاته للبيت والله واحنا ارواحنا للحسين وانت شوية هم بعد خفوف شوية باركاتك ان شاء الله الله يخليكم ان شاء الله عظم الله لكم نجر كلكم موجودين العائل هنا هاي التربية الصحيح تربية خدمة الحسين واهل البيت عليهم السلام موفقين ان شاء الله حجيني بطيكم العافية ان شاء الله نشرب قهوة وقهوة خاصة لقناة الايام الفضائية شكرا جزيلا لكم احنا ان شاء الله متواصلين وياكم من هذا المنفذ من هذا المكان الذي هو يعجو بالزائرين والمحبين لأهل البيت عليهم السلام ونبقى وياكم في خدمة ضيوف الرحمن ضيوف الامام الحسين عليه السلام ضيوف محمد وآل محمد ونبقى شيعة لمحمد وآل محمد لبيك يا حسين لبيك يا حسين احبت المشاهدين ومن طريق لبيك يا حسين الرابط بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة الآن بعد انتهاء صلاة المغرب حقيقة وايضا بداية المواكب بتوزيع وجبة العشاء اكتظ هذا الطريق كالعادة بحدد كبير جدا من زائرين الامام الحسين زيارة الاربعين ومن مختلف الجنسيات اذا نقدر نقول دائما في هذا المكان تكتر في الجنسيات الاجنبية لقرب مطار النجف الدولي واغلب الزائرين اللي يجون من خارج العراق اذا ما يبدون مشي من البصرة ومن المنافذ الحدودية دائما يحبذون الذهاب الى النجف الاشرف ويبدون بالمسير نحو كربلاء المقدسة كربلاء الاشق حقيقة مشاعر جياشة ومشاعر كبيرة جدا نشاهدها في هذه الدقائق من الآن زيارة لبعض القيادات الامنية العراقية الى هذا الشارع ووصولهم الى المواكب وتتحدثهم ايضا وصول بعض الشخصيات من خارج العراق شخصيات اليوم امنية من جمهورية الاسلامية في ايران ووصولها الى موكب الامام الرضا والى بعض المواكب المواكب للحديث اليوم حول استعدادات هذه المواكب للكثير للطلاحات حول الخطط الموضوع اليوم من انجاح الزيارة الاربعينية ارجع واقول ان الزيارة الاربعينية ما تخص اليوم فقط العراق لا تخص كثير من البلدان بسبب اليوم رعاياها وكثير من الزائرين فخلي اليوم تقدم الان ما شاء الله كما تشاهدون خلفي يعني عبارة من كثير من المواكب اللي تدخل دخول كبير جدا ودخول متحمس من كثير من المحافظات العراقية الان احنا بحد رايات الامام الحسين والمنظر عظيم جدا شكرا للكادر والزائرين انه يلا خلتخلص هذه اللقطة ونكمل وياقم نعم احبة المشاهدين كل شي هون من اجل خدمة الامام الحسين طبعا هاد الاخبار اليوم من العتبة العباسية المباركة انه فتحت مطبخ مركزي ساحة كبيرة جدا للطبخ المركزي عند يكون ايضا تنظيم وتوزيع مجاني لوجبات الطعام للزائرين الداخلين الى محافظة كربلاء المقدسة او اللي موجودين في اطراف المحافظة افضل يكون تنظيم اكثر بطبخ مركزي ساحة مركزية طبعا احد الاحجاج السلام عليكم السلام عليكم من وين ایران مشهد الرزا مشهد مشهد كيف انتیار الخدمات؟ آلی بسیار خوب خیلی خوب خیلی خوب خدرشون ماشالله جمعیت فراغون خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خیلی خیلی خوب الامور الخدمات الفحام متسکن كيف کن؟ خوب هم نظم خوبی داره امسال نسبت به سال بزرشته بهتر شده خدمات هم خوبه الحمدلله جيد مرتحی انتلایم جيد راح اوتام زیاد گرم نیست ما نقل سحل برکت خونیه نقل سهل نقل من الشلام چه؟ نه خصوص رابی منظریه منظریه نقل سهل خوب عره مسیح منظریه سامرا سامرا کازمین نجف نجف پیاده؟ کربلا انشاء الله نجف اشراف کربلا كربلا عرف قدس كربلا منظرية ايران ايران كم يوم انت عراق؟ كم يوم؟ كم يوم؟ شمبه هش روز سمانية هش روز هش روز سهلا بي متشاكر خدا نگردك وزيارة مقبولة الى كربلا المقدسة الله يحفظك طبعا نظر ما قلنا انو هذا الطريق يذكر بي شانك حجي؟ اخبارك؟ صحتك اشلونه؟ حمد الله من وين؟ انا من الناصرية وين من الناصرية؟ سوق الشيوخ سوق الشيوخ وين بالضبطان اندله؟ مصور هناك؟ بالسلبة الاولى يعني اتمو الدوايا متابعة اترى؟ لا لا سوق الشيوخ الدوايا مويا نختلف؟ الفضلية هم العساجر؟ هي من العساجر هم العساجر هحمد الله بخير اخبار كيام الجال فيها؟ ابوحدي والله ببحتك امجيت؟ جيتمشي من الناصرية؟ من زرت الامام علي وجيتمشي كم يوم راح توصل الى كربلاء؟ يومين يومين شوف لي انو الوضعية كيف كانت اكو تنظيم الخدمات مع المواقب كانت جاي تنظيم كلش حلو خدمات حلوة وخير وبركة يعني ويرحبون بالزائر ومنام وتبريد يعني كلهن ما حسيت بتعب؟ لا والله ان شاء الله ما اتعب انا الامام الحسين رايحان اتعابي واسحب والله يا روح اسحب والله اسحب مقرم عما وصل الامام الحسين خلصت موكبانه ورايح موكبك وينت؟ عشان عندي مسوق يشوق موكبك ايه حاجة عندك موكب ايه ويعني شوية نقدر نقول عليك تتعب يقولك سيقولك شعديك رايح دار لا ما عندي تعب للامام الحسين موكب التعب ايه زيارة اامام الحسين ما اكو تعب امد ما من قطع ولا سنة انا من قطع ولا سنة دائما نتعب ايه من السقوط لاز ايه تطلب من الامام الحسين والله طلب الشفاعة ويعني والخير للعالم ايه ان شاء الله يا ايه ايه الوخير للجميع ان شاء الله يقولك هاي الروح الحسين مالله والديك الله الله توصل بالسلام انا اسألك مشكور مشكور الله يسترعي عبت المشاهدين يقولك لو ازحف اوصل للامام الحسين لو مو كبور لو ما عندي تعب لو مو مرض لا مو غيرها يقولك ازحف اوصل للامام الحسين هاي اليوم الروح الحسينية اللي حقيقة تضغى على هذا المكان يعني هذا المكان اليوم اللي صار يضرب به الامثال الشجاعة للكرام يقولك اكو اكو مثل اراق يقولك ثلثين المراجل هي العزوبية فهاي العزوبية فهاي ما شاء الله هاي مواكبنا وهاي المعزبين والله العظيم يتوسلون بالزار يتوسلون بانه تعال بات يمنى او تعال اليوم يتعشي او تعال اليوم غدة يمنى تعال يا اخي اليوم هذا ميت تعال اسباح وتعال نفسلك رجلك فيكي وسط هذا الخدمة حقيقة يعني شيء كبير جدا وعظيم جدا لما نشاهد هذه المشاهد العظيمة في كربلا المقدسة السلام عليكم شونك حاج فارسي فارسي من وين ايران بلي وين ايران طهران مشهد تهران 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 زيارة جيدة زيارة 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 ارواي 4 سال ارواي سال 4 سال 4 سال بل ارواي عرق دين جل عارق عالي عالي شکرم شکرم الحفو خیلی زحمت كشیدم مباركة عجركم پندلا انشاء الله انشاء الله متشاکری شکرم شكرا حاج شكرا شكرا الله يخليك. الله يحبك. طبعاً اليوم لما نتكلم يعني أبسط الأمثلة اليوم لما نتكلم أنه أرجع وأقول أنه اليوم حاجز اللغة. عقدة اللغة. عقدة الحدود. كل هاليوم تنصهر. هذا الانصهار الكبير. شونك حاج. شونك. أخبارك. هو بي. إيران. الإيران. إيران. أهواز. سيسامة لشيسان. عربي تعرف. نعم. فارسي. 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 وين إيران وين. إيران. إيران سيسان بأل اكسان. كم يوم هنا؟ قليتك يا زهرا. لابيك يا زهرا. لابيك يا زين consciousness. مباشرة بهذا الاتجاه إلى كربلاء المقدس اليوم لو تنظرونا حبة المشاهدين من خلال كاميراتنا العامة العدد الكبير جدا ونحن اليوم على بعد حقيقة تقريبا أكثر من 75 كم عن مركز مدينة كربلاء المقدس فممكن أي شخص يتخيل أو يتصور الأيام القادمة كيف راح يكون المشهد عظيم جدا وكبير جدا بعض التوقعات تقول أنه ممكن هذه الزيارة ستكون الزيارة الأضخم والأكبر بعد عام 2003 لزيارة الأربعين أعداد إن شاء الله يا رب يحفظهم ويحفظ جميع الزائرين ويحفظ جميع أصحاب المواكب على الخدمات هذه الكبيرة وشكرا جزيلا أرجع لكل المتواجدين طبعا وأيضا أكيد إحنا اليوم ما ننسى الجهود الطيبة اليوم أمامي سيارات تابعة لحقيقة الحجد الشعب المقدس اللي مستمر بحماية الزائرين ما انقطعوا دقيقة واحدة عن الانتباه المباشر والكامل اليوم بخدمة وحماية الزائرين حقيقة حتى سيارات الحجد اليوم وصلت اليوم تنقل الزائرين مجانا إذا إيش زائر ممكن يتعب ما يقدر يكم المشي أو يوصل إلى محافظة كربلاء المقدسة الشكر الكبير والموصول لو لا فتوى الجهاد الكفائي اللي انطلقت عام 2014 ما نشاهد اليوم هذا النجاح الكبير للزيارة هذه الفتوى العظيمة التي دمرت مخططات اليوم القوة الشيطانية والقوة الإرهابية والداعمة إلها من دول إقليمية ودول بعيدة خارجية نقدر نكون نسميها بالشيطان الأكبر شكرا لهذه المرجعية العظيمة مرجعية الإمام السستاني ربي حفظه من عام 2014 هذه الملحمة تذكر أغلب العظيم العظيم الذي شاهدنا اليوم في هذه الزيارة هو الصور الكبيرة والكثيرة لقادة النصر الحاج قاسم سليماني رحمه الله والحاج أبا مهدي المهندس رحمه الله وأيضا الصور الكبيرة والعظيمة المرفوعة من أكثر وأغلب شباب الزائرين والنساء والكبار هم اليوم أيضا صور الإمام السستاني حفظه الله القائد الكبير القائد الروحي للشعب العراقي فهذه المواقف اليوم تخلد بالأربعينية هذه الأربعينية العظيمة اليوم التي تمثل الهوية الشيحية العراقية الحقيقية شكرا للجميع اللي ساهم بالنجاح هذا الكبير جدا اللي حقيقة وأترككم مع هذه الصور العظيمة اليوم اللي ذا نشاهدها للزائرين في طريق نجاب كربلا من أكبر المواكب اللي موجودة في طريق لبيك يا حسين وهو مثل ما تكلمتكم عليه أمس هو موكب الإمام الرضب اللي حقيقة أغلب الخدم والقعام والمعونات التي تقدم من هذا الموكب هو تقدم اليوم من الجمهورية الإسلامية من معظم المتبرعين الإيرانيين الأخوة الإيرانيين نعم لقاء خاص وحقيقة يعني شيء إيجابي لما نلتقي بالسيد سماحة السيد حميد الحسين رئيس اتحاد الإذاحات والتلفزيونات العراقية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أضم الله لك الأجر بهذا الله سنة كذلك أضم الله لكم الأجر جميعا جميع مشاهدي هذه القناة المباركة رب يحفظك سيدنا العزيز سماحة السيد اليوم أريد تقييمك للتقطة الإعلامية للزيارة الأربعين يعني أنا مواقعا من أشوف أخواني الإعلاميين اللي منتشرين في جميع الطرق واقفين بهذا الحر وكذلك هذا الازدحام وعدم وجود إمكانيات لهذا الازدحام وهذا الازدحام يحتاج إلى إمكانيات خاصة ولكن جهاد الإخوة مجاهدين واقفين أنا أقول لهم لكل من وقف مع الإعلاميين اللي يستطيعون أن يعكسوا هذه الصورة المشرفة للشعب العراقي والشعوب الإسلامية والمنطقة هذا الحدث الكبير واقعا أنا فقط أقول لهم أجركم على الحسين سلوات الله عليه هل لديك ملاحظات على التقطيع الإعلامية؟ الملاحظات فقط لازم نشكر لأنه الحدث كبير جدا كل ما الإخوة يشتغلون يشوفون أنفسهم مقصرين الآن إحنا تقريبا من يوم 28 محرم من 28 محرم إلى اليوم إحنا في الشارع ولكن كل ما أنت تكون متواجد تجد نفسك أنه أنت مقصر في هذه القضية سيد العزيز اليوم في هذا طريق طريق لبيك يا حسين تنصهر موضوع اللغة والحدود بركة الإمام الحسين اليوم بجمع العراقي والإيراني والبحريني والكويتي وجميع الدول بمحبة الإمام الحسين ما هذا اليوم؟ شنو مضمون هذه الرسالة العظيمة؟ الكل يعرف أنه إحنا إمامنا سلوات الله عليه الإمام صاحب العصر والزمان هو إمام الجميع وليس إمام لغة وإمام منطقة جغرافية وإمام مجموعة دون مجموعة أو عرق غير عرق إمام لكل المسلمين ولذلك تجد أنه هؤلاء كلهم ذهبين إلى إمامهم الآن الإمام الحسين حتى يبايعون من يبايعون سيد الشهداء الذي هو في هذه المسيرة هو الإمام صاحب العصر والزمان موجود نحن تحت قيادة إمامنا صاحب العصر والزمان نذهب لكي نبايع جده الإمام الحسين سلوات الله عليه الإجراءات الأمنية اليوم بعض القطوعات هل توجد؟ رأيكم اليوم بإنسيابية الزيارة؟ أنا واقعا هنا لازم أن أشكر دولة رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني واقعا يحتاج شكر ويحتاج إلى مدحن ويحتاج إلى أن الإخوة يقولون جزاه الله الخير لهذه الإنسيابية الموجودة الآن في العمل كل الإخوة الذين وقفوا كذلك الشرطة الاتحادية شرطة الحدود الوطني إنصافا أنا عندما أكون متواجد في الشارع أجد هؤلاء لاعدهم مأوى لاعدهم مكان ولكن تجد أنه بين الزوار قائمين بهذا العمل الجبار سمعت السيدة أعرف بك التمطل على جزئيات كثيرة من الزيارة الأربعينية أريد أعرف دور الحجد الشعبي المقدس بهذه الحجد الشعبي هو عند تأسيسه بالفتوى الإمام السيد السستاني هو سطر معجزة كبيرة وهي قضية دحن داعش والوقوف أمام هؤلاء الظلاميين ولذلك الآن الحجد الشعبي هو العصب الحساسي في قضية هذا الأمن العدو خاصة العدو الغاشم الذي أسسه الولايات المتحدة الأمريكية يخافون من داعش لن يعرف داعش كيف يستطيع أن يقف أمامهم ولذلك الآن الحجد الشعبي صاير قلق لهؤلاء بشكل كبير ولذلك عندما تجد الحجد الشعبي متواجد يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تبع الشعب طبعا السؤال الأخير هو خاص بقناة الأيام وأعرف بك متابع بشكل جيد رأيك بتغطية قناة الأيام بالزيارة الأربعين أنا طبعا أبارك لكم جميعا وخاصة أخونا السيد زين العابدين وجميع الإخوة الكادر الموجود في الاستيوديوهات والمنتشر في الطرقات وكذلك الذين الآن يشتغلون من وراء الكاميرات ومن وراء الكاميرا وكذلك في السيارات الذين يهيئون هذا المنبر الكبير واقعا أنا أقبل أياديهم وأقبل أرجلهم وأقول لهم تقبل الله عمالك بإسم قناة الأيام حقيقة نشكرك على هذه الضيافة العظيمة وعلى توفير التسهيلات الكبيرة الله يحبك الله يحبك طبعا أحبت المشاهدين مثل ما شاهدنا اللقاء الخاص مع سماحة السيد حميد الحسيني رئيس الاتحاد الاتحاد الإذاعات والتلسيزيونات العراقية اللي دائما بكل يوم يتفقد المواكب والحقيقة المنشرة في هذا الطريق يعني حقيقة ما أريد اليوم أنه أتكلم ولكن الآن الشاهدت بأم عيني النفوذ أمام الكاميرا ولا شيء بساعات متأخرة من الليل ثنتين بالليل ثلاثة بالليل حقيقة أشاهد شخصيات كبيرة جدا ومهمة جدا مثل سماحة السيد حميد الحسيني يتفقد المواكب مو فقط المواكب القريبة على مواكب الإمام الرضا أو مواكب أخرى لا يتفقد المواكب من تقريبا من عامود خمسين إلى عامود أربعمية والسيارة ودائما ينزل فهذا الشيء حقيقة الجميل أنه أي منصب رئيس اتحاد مثلا إذاعات أو رئيس وزراء أو وزير داخلية أو نائب أو وزير كلها تتخلى عن هذه الهويات كلها تصير خدمة حسينيين خدمة لزوار أبا عبد الله الحسين أقسم بالله في بعض المواكب أشاهد أطباء أشاهد نواب ونواب سابقين ووزراء سابقين ووزراء حاليين ومدراء عامين شخصيات كبيرة جدا حقيقة انتشرت صورة يعني حقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي أنه الفرق بين الزيارة الأربعينية مثلا بالواحد وتسعين الصار في مركض الإمام الحسين والإمام العباس بسبب جلاوزة البحث الصدامي الظالمة واليوم الفرق الكبير نشاهد وزير الداخلية العراقي بنفسه ينظم مسير الزيارة الأربعينية وزيارة عاشورة وركضة طواريد فهذا حقيقة هو الإنجاز الأكبر وكل هذا تحقق ببركة الإمام الحسين كنا نعيش في ظلم وفي حصار جائر وفي اليوم قتل وتعذيب وسجن في العهد الماضي ويقول لك هذا عهد الخير لا عهد الخير هذا لبيك يا حسين لبيك يا حسين عهد الخير لما نشاهد بكل الطرقات ماكو شخص إنسان جاعب بهذا الشهر المبارك شهر محرم إلى نهاية الأربعينية بل إلى نهاية شهر صفر أي شخص اليوم يريد يأكل يريد يشرب يلبس يطلع ما شاء الله اليوم الخير متوفر بكل المحافظات العراقية ببركة عظيمة وهي بركة الإمام الحسين طبعاً أحبة المشاهدين يعني إذا أحد الشخصيات أيضاً يحب يتكلم إحنا اليوم بخدمة الجميع بخدمة الزائرين المسؤولين وغيرها أحد المشاهدين دقيقة إن شاء الله وراجعيكم تهران تهران جون سياره خجمات صحام شكراً خیلی خوب بود من از دوستان العراقية خیلی تشکر میکنم و از همینجا اعلام میکنم که ما ايراني ها هر جا که باشیم دعاگو ايراني عراقية هستیم بواقعاتل مهماننوازیشون خدمت بذار ما مطلع بودن یه روزیه که به هر کسی داده نمیشه امیدوارم که العراقية عزيز قدر بودنان و ماز ببنو بیخدوه تشکر بکنم در اغیان شکراً جزیر شکراً ترجم نحن السلام طبعاً يعني يشكر اليوم يشكر كل خدمة العراقیين خدمة المواكب المنتشرين بالمواكب و نشكرهم على سلاسه الزياره الكبيرة جداً زياره الاربعين طبعاً احبت المشاهده اذا نقدر مصورنا نغیر مكانه بسبب اليوم الكثاف الكبيرة للزائرين اللي صاروا اليوم حاوله سلام عليكم من وين؟ من ايران؟ اسبهان جيد جداً جيد جداً عربي؟ قليل الخدمات جيدة من العراقي؟ عراقي او ايراني جيد جداً جيد جداً الحمدلله الحمدلله شكراً شكراً جزيلاً انو اليوم تقول الاخت الزائرة من جمهورية الاسلامية في ايران انو ما نخلي اي شخص واي قوة تمنعنا من الزيارة الاربعينية ومن الطريق والمشي اليوم الى اربعينية الامام الحسين شو نتعمو؟ شاسمش تعالي؟ دكاينة دكاينة من وين؟ من النجم اتي زائرة لو بالموكب تخدمون؟ لا زائرة من وين من النجم؟ من المطار من المطار؟ صار لكمش قد طالعين كم يوم؟ او هسه طلعتوا؟ لا لا صارنا من البار من البار حرام التجهين الى الكربلاء؟ ليش رحت الكربلاء؟ على مدن واسي السيدة زينب تواسين السيدة زينب شنو تواسيه ليش شنو صارت المصيبة العجلة؟ المصيبة على اخوها على اخوها يعني اليوم انت رايحة يعني تريدين تواسين السيدة زينب عليها السلام؟ ايه يعني كلش مقهورة على هذا الامر اللي فحي نعم وياك منو رايح؟ ماما وبيبيتو وعمتي نعم تفرحان باسمك سكين مو صحيح؟ منو سمات سكين؟ ماما وبابا مين حافظة قصيدة الامام الحسين؟ ابيتو نعم سويتو اكين؟ احنا اي وزعتو وزعتو اكين؟ 8 وقيمة بس 8 وقيمة اتي ما عدكم موكب لو اهم عدكم قرايبكم؟ عدنا قرايب عدكم قرايب رب يحفظك ويوفت ان شاء الله وتنجحين يا رب ان شاء الله شونت حاجة؟ اهلا وسهلا سلام عليكم من ايران؟ ايران وين ايران؟ ماشا من ماشا ماشد المقدس شونت ديارة خدمات؟ نعم شكندين حسين حلوسين اشخ حسين لطاق يا حسين لطاق يا حسين لطاق يا حسين لطاق يا حسين ربي هنيئا لكم بهذا العشق الكبير شونت؟ مريم مريم شونت مريم الحمد لله أنت وين من وين؟ من النجم أنت بخد سكينة؟ لا بتعمل أنت بتعمل هي صير بتخالي بتخالي سكينة قالت أنا أريد أواس السيدة زينب لما أروح إلى كربلاء المقدسة أنت ش عند تراحلها؟ أنا أريد أزور الزوري أل من الزورين؟ إمام الحسين ومام العطاء تعرفين قصة الإمام الحسين لأولا حسين حسين للسؤال لأخ مريم ليش بترتاحي من البيت؟ ش عندش راحل زيارة؟ تحبين الحسين؟ إي أحسي طريقة جنة تحسي شنوم؟ طريقة جنة طريقة جنة يا رب إن شاء الله تدخين للجنة ربو يحفظك ويوفت أنتوا السكين ربو يحفظتم أحبت المشاهدين أختم من مريم اللي قالت أن هذا الطريق طريق جنة كل التحية والشكر إلى حقيقة إلى كل الجهات المختصة وشكراً للكادر العظيم على كل الجهات خاصة كادر الموجود في طريق لبيك يا حسين من النجف إلى كربلا شكراً إلى كل كوادرنا المنتشرة بكل المحافظات إن كانت محافظة واسطة أو البصرة أو النجف أو بابل وغيرها من المدن العراقية كل التحية والشكر إلى كل العاملين في قناة الأيام البغداديين من مركز المؤسسة في بغداد الحاصمة بغداد أيضاً على الجهد الكبير المستمرين بهذه التقطية وكثافة التقطية وانتظرونا بتقطيات أوسع إن شاء الله غداً وإلى يوم الأربعين إلى هنا تتهي تقطيتنا لهذا اليوم نلتقيكم بالتقطيات أخرى إلى اللقاء